ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 جدا 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 يا بسمع الاغنية دي وعارف كده يا ام امير في الزبابة تعال يا بيبو في الزبابة على العدس تعال بس ما تخافش دايما دايما بنبسط أول ونسمع هنا في الستوديو فتح عينيك بص حواليك اي سواء اللي بعضته ليش هيك بنبسط كده اني هقابلكو يا ام امير واهلا بيكم نهاردة في حلقة جديدة جدا 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 من بنامجكم ليش هيك على هوازك يا بيبو مش قادر اقول لكم بيبو قد ايه ومليان الوان مزهزهة ولزيزة وأحمر وأزرق وحاجة في منطقة لطفة فتشجع فرنسا فتشجع فرنسا فتشجع مين هولندا ايطاليا نتعرف الوقت النهائي بيبو بين ايطاليا وأسبانيا وهيبقى حاجة قوي جدا يوم واحد اللي هو يوم الحد الجاي هنشوف حاجات في منطقة الجمال وحشوني جدا جدا يا ام امير واهلا بيكم نهاردة في بنامجكم ليش هيك على الهوا نهاردة بقى عندنا حلقة ريئة ولطيفة ولزيزة ومليانة كل الحاجات اللطيفة اللي انتو بتحبوها يا ام امير وزي ما احنا عارفين ان احنا في الديكور الجديد بتعليش هيك عندنا حاجات كتيرة ومختلفة وحلوة مختلفة دي ومختلفة ولطيفة ولزيزة جوه هذا الديكور القنيق اللطيف سوف أقول لكم أنهاردة عندنا تلبطلة كتيرة قوي 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 جاتل لنا كل الأسبوع اللي فات سوف أقول لكم حاجة مهمة جدا أنهاردة في حلقة بتاعتنا عندنا آية صغرانطوطة قوي 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 قادي كتا بس احنا كلنا عارفينها وتعودنا نقولها من زماني الآية تقول مبارك شعبي مصر ثاني الآية تقول مبارك شعبي مصر وهي موجودة في إشعياء 19 وعدد 25 أريد أن أقولكم شيئا مهمة قوي قوي يمكن زمان طول عمرنا بنبقى عارفين إن لأن بابا يسوع جاء مصر وزارها وقعد فيها فترة علشان كده دائما دائما الأرض دي متبركة لأن بابا يسوع كان موجود على الأرض دي حاجة مهمة أو كان موجود هنا في أرض مصر دي حاجة مهمة ولطيفة قوي 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 إنما يا أما مير من الحاجات المهمة لما نيجي نقرأ الإصحاح بتها إشعية 19 اللي فيه نبقى كاملة عن مصر وبنشوف قد إيه في حاجات ممكن تكون صعبة وكتاب المقدس بيقول لنا أن النيل ممكن ينشف ويايبس وأي حد فينا ممكن يشتغل في الصيد ممكن يكون زعلان لأنه مش حبتيه سمك وحاجات كتيرة ممكن تكون قوية قوي قوي وتقيلة عندنا فيه الإصحاح الكبير ده إنما عايز أقول لكم النهاردة لما نكمل كده ونشوف قد إيه ربنا بيقعدنا بحاجات حلوة قوي 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 ويكون فيه مسبح لبابا يسوع جوه أرض مصر مسبح يعني مكان بيقدس بابا يسوع وبيديله كل التسبيح والتبنيم والتهليل بعد شوية نقرأ نعرف إنه إحنا شعب الله في مصر متبارك وعايز أقول لكم إن البركة مش بس لأن بابا يسوع جزر مصر لكن البركة دي هتحصل لما إحنا كلنا ولاد بابا يسوع نبقى جسد واحد مع بعض ونعرف أقد إيه بابا يسوع بيحبنا ونقل الحب ده لكل الناس اللي حولينا أنا عارف كويس جدا إنه الأسبوع اللي فات كان أسبوع صعب ولاد كثيرة مننا ممكن يكونوا خافوا وتعبوا وعلى فكرة فيه ولاد كثيرة يكلموني في التليفون لأسبوع اللي فات وعاد يقول لي أبو العريف إحنا خافين قوي ومش عارفين إيه اللي سيحصل والقانيم من الوضع اللي في مصر ومش عارفين إيه اللي ممكن يتم بعد كده أنا عارز أقول لكم حاجة مهمة أولا ما تخافوش أبدا لكذا سبب أول حاجة في أي مهمة تانية عايز أقولها لكم مهمة جدا 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 وهي بتقول إنه عارفين في ترنيمة لطيفة برد ما بتقول قلوب الملوكي جدوله مياه في يد الإلهي يجري ما يرى يعني إيه يا أبو العريف؟ يعني قلب الملك أو قلب الرئيس أو قلب الحاكم زي جدول مياه يعرفين النهر؟ يبقى ماشي بشوية يمين شوية شمال يطلع فوق ينزل تحت ربنا قلب الحاكم دايما دايما في إيده هو يعرف يجيبه مياه ويعرف يجيبه شماله قلب الملك في يد الرب كجداو المياه حيث ما شاء يميله يعني القلب بتاع الرئيس أو الحاكم ممكن ربنا ياخده يمين ويجيبه شمال وهو في إيد ربنا فأنا عايز أقول لكم مدام إحنا كلنا محميين في حض نوعين وقال بابا يسوع صح يا كيبو؟ يبقى ما تقلقوش أبدا 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 من أي حاجة جاية بالعكس عايزين كلنا نصلي للرئيس بتاعنا ونقدم كده للرب إن هو يبقى هو اللي مالك على قلبه كده وهو اللي قاعد في قراراته موجود دايما دايما وهو بياخد القرار يبقى بل بياخده من نفسه يبقى دايما ربنا معاه وهو بياخد القرار ده فأنا عايز أقول لكم إيه وأبدا أبدا 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 وزي ما احنا قلنا النهاردة بابا يسوع بيقول لنا مبارك شعبي مصر مبارك شعبي مصر اللي هو أنتو ونش هيبقى فيه شعب تاني نجيبه منبرة يبقى هو شعبي مصر اللي ربنا هيباركه لا مبارك شعبي مصر اللي هو أنتو يا أمامي زي ما شوفنا كل الحلقات اللي فاتت من ليش هيك قد إيه أنتو بترفعوا صلاة من كل حتة في العالم علشان السلام وعلشان المحبة وسط كل الناس ولكل الناس علشان كده أنا عارف إنه حتى لو فيه أي قرار ممكن يكون صعب أو أي خطر إحنا نحسه اوعد خافه سلموا كل ده في إيد بابا يسوع وأوعى تفتكروا إن أي ظرف هيعدي علينا ممكن يكون يخوف ممكن يكون يدايق ممكن يأثر علينا إحنا بالعكس حتى لو فيه وقت فيه خطر أو تعب لازم نصلي ونرفع بلدنا كلها بجد عن بابا يسوع علشان فعلا إحنا كلنا نستحق الآية دي ونحس بيها مبارك شعبي مصر تعالوا بينا نروحها كالكتير لطيف ونشوف عام ومونير نهاردة رسم لنا إيه؟ عام ومونير رسم لنا رسمة بسيطة قوي 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 وفيه منتهى اللطافة واللزازة والجمال بصوا عليها كده هتلاقوا بابا يسوع أكبر من العالم وش بابا يسوع أكبر من وش العالم نفسه وأكبر من خريف العالم وبيشاور بابا يسوع على بلدنا مصر وبيقول استمروا في الصلاة يعني إيه بابا يسوع؟ ده أنا الأسبوع اللي فات خفت واتضيقت وتعبت وحسيت كده أنه خلاص مفيش فايدة وزعلت وقعت عيت وحسيت أنه خلاص كل حاجة خلصت وانتهت لا، لازم نعمل كما بابا يسوع بيقول نستمر في الصلاة لكي يرى مباركة بابا يسوع بإيده للأرض للخريطة للبلد لازم كلنا بجد نستمر في الصلاة ونكمل الصلاة لكي نستمر بجد ونستحمل الآية الحلوة التي ملقنا باركة وهي مبارك شعب مصر لا يريد أي شخص لكم أبدا يخاف خالص 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 نهاردة سنعمل حاجة لطيفة قوي مع بعض نهاردة كل الحلقة سنستقبل الصلاوات الحاجات التي ممكن تكونوا خايفين منها زعلانين، قلقانين، كلمونا يا أمامير حتى يفناتنا بقالنا كثير ما قلناش كده حاجات لزيزة ونغني سوا مع بعض يفنات اللطيفة اللي بتقول 012746447 أو 012746547 أو 012746647 وما تنسوش الإيميل بتاع البروغرام ليش هيكTV أاتس 7.com وكمان تقدروا تكلموني على سكايبي وتبعتولنا على الفيسبوك www.facebook.com سلاش ليش هيك زي ما قلنا يا أمامير النهاردة أريد أن أسمعكم وإنتوا ممكن تكونوا قلقانين من إيه خايفين من إيه النهاردة هنقعد ناخد كل الخوف والقلق والمدايقة ونحطها قدام رجل بابا يسوع وزي ما أنتوا عودتونا في ليش هيك انتوا بتكلموا معنا بمتازة صراحة أي حتيكو عنده حاجة تقلقه وحاجة تخوفه مش بيقعد بقى يكلموا في التليفون ويقول يعني يا بلعريفة أنا كويس بس مش خايف بس أنا عارف أن كل حاجة حلوة أنا متأكد أنتوا بتحسوا بالحاجة دي وبتقولوها من كل قلبكم لكن أي حاجة النهاردة بتخوفنا تعالوا ناخدها ونحطها قدام رجلين بابا يسوع ومنخافش أبدا علشان الحاجتين اللي قلناهم أول حاجة مبارك شعبي مصر اللي هو إحنا وإنتوا كمان المستقبل يا أم مير دايما دايما بابا يسوع حاطت جواكو حاجة مختلفة قوي 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 وإنتوا هتبركوا البلد دي بيها فلازم يبقى عندنا سلام ويبقى عندنا محبة ويبقى عندنا صبر لكل الحاجات اللي حوالينا لكن مش صبر وخلاص لكن نبقى عارفين إن بابا يسوع كل كلمة قالها فعلاً هتتحقق وتحصل والحاجة التانية المهمة اللي قلناها هو إن القلب بتاع الملك أو الرئيس أو الحاكم في إيد بابا يسوع كده يقدر يجيبوا شوية يمين وشوية شمال عارفين مش لازم كل حاجة نشوفها نحس إن هي ممكن تكون حلوة أو بسيطة أو لذيذة حاجات كثيرة ممكن نحس إن هي ممكن تكون فيها مشكلة أو ضيق لنا أو مدايقة لكن في حاجات كثيرة جداً بتشتغل لمصلحة أو لمجد بابا يسوع وأوعى تنسوا الآية اللذيذة قوي 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 اللي بتقول أن كل الأشياء تعمل معاً للخير للذين يحبون الله يعني أي حاجة ممكن نحس إن هي صعبة أو غريبة علينا أو أول مرة نشوفها اوعوا تفكروا إن بابا يسوع سيبها تعدي كده أبداً حتى في الوقت الصعب دايماً دايماً بابا يسوع بيورينا إيده وهو عارف كويس قوي 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 إزاي يحول الحاجة الصعبة دي لحاجة حلوة قوي 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 دايماً عندنا فليش هيك هنا بنقول إن بابا يسوع متخصص متخصص إن هو يحول الحاجة اللي تعموها مر قوي لحاجة تعموها حلوة قوي قوي بصوا مفيش أصعب من إن حد ممكن يقدم نفسه للموت علشان خاطر الناس اللي هو بيحبوهم أحساس صعب قوي إن أنت رايح نفسك تموت أو حاس إن أنت حياتك هتنتهي علشان الناس أنت بتحبهم لكن بابا يسوع رغم إن هو تعذب وتصلب وتعب قوي 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 إلا إنه فعلاً ما كانش ينفع كلنا ناخد خلاص وحياة أبدية إلا لما بابا يسوع يعدي في وسط الألام ويموت ويدفن ثلاثة يام في القبر وبعدين يقوم علشان يدينا كلنا الحياة الأبدية وإحنا كمان لازم بعارفين إنه لازم ممكن أوقات كتيراً عدي في حاجات صعبة أو صعوبات أو حاجات مالهاش مخرج عادي كده إنما نعرف كوي قوي 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 إن في الآخر في النفق الصغير الضيق الضلم ده فيه نور هناك وبابا يسوع منتظرنا كلنا علشان خاطر يكمل معانا رحلتنا ويورينا قد إيه هو كان بيعمل كل الأمور دي علشان الخير بتاعنا لإن إحنا بنحب الله وقوع تنسوا مبارك شعبي مصر زي ما بابا زي ما أنكل مونير رسمينا على الصورة اللي ورا استمروا في الصلاة صلوا علشان تشوفوا مجد بابا يسوع والمسبح اللي بيحكي عنه في إشاعة 19 ده يكون موجود على أرض مصر كلنا لازم نصلي علشان نشكر بابا يسوع لأنه هو بيعمل كل حاجة لمجد اسمه ودايما دايما كلنا لازم نستمر في الصلاة علشان نشوف إيد ربنا وهي في أرضنا وسط أرض مصر ونشوف مسبح كده مكان مقدس لبابا يسوع وحاجة فيه منتهى الأهمية والطفة والأزهزة وحاجة فيكو يخاف أبدا يا أمامير وزي ما قلنا مستنيين تكلمونا علشان تقولولنا إيه الحاجات التي انتم ممكن تكونوا خايفين منها ونقعد نصلي سوا مع بعض يا أمامير وقبل ما نكمل سوا وندخل على التليفونات الغطيفة زي كل مرة أحب أشكر مارتن إيهاب وجيروم أيمن عادلي وميرال هاني خلف هيفن وهلن هاني جمال فيير وجيوفاني عيد ناردين ويوسف روماني كلارا أرساني جميل نادين وجوزف واقل نادين طبعا الأسبوع اللي فات كلمتنا وكانت مكالمة على سكايبي وكانت مكالمة في منتهى اللطافة والأزهزة والجمال ونفسي قوي 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 يا نادين زي ما قلنا هنبعت لك قريب علشان نشوف إزاي نقدر نقابلك في مصر ونعرف كده نعمل مع بعض حوار في منتهى اللطافة والأزهزة والجمال وعلى فكرة نادين كانت بعتت آية حلوة قوي 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 في إيميل الأسبوع ده وأنا بقولك يا نادين الأسبوع الجاي هنتكلم عن الموضوع اللطيف اللي انت بجد بعتنا الآية بتاعته الأسبوع اللي فات في الإيميلات علشان خطر بجد نتكلم سوى مش هقلق لكم الموضوع لكن هو موضوع لزيزة قوي قوي ولي علاقة شوية بالحاجات اللي حب نتكلم فيها اليومين دول فمرسي قوي قوي يا نادين وسليمي على كل إخواتك وبجد أنا منتظرك قريب جدا جدا هنحكي مع بعض وهنتكلم مع بعض على سكايبي ونشوف كيف نراتب وقت جميل علشان نقدر نتقابل يا سكر جويس وكلارا وكارين شريف فاروق كيرولوس وكارلوس نبير جيرجس كارلوس ماجد ساموئيل مارينة هاني بيمن سامير نصيف رفائيل إيميل ديفيد تيمون عبد الملاك زكا ديفيد فيرينا مجدي مريم إيهاب مارينة ماريا نبيل ومارينة رقفة نعيم وميرنا وبيتر ألفريد يوسف كل الولاد كلمون الأسبوع الفات نشكر الأممير اللي بعتلنا المسجز عندنا مافدي ومارك فاريد إبراهيم كارل وساندي مكرم عريان ممتهم بعتلنا أشعار حوالي أربع مرات أو خمس رسائل الأسبوع الفات حاجات في المنطقة لطفة أو لزازة أو الجمال وكيرولوس وإبرام ودميانة أشرف كمال ميريو باندا وميرنا بارتي وتوني مينا وماريا ياسر ستيفن وميرولا باسم مريم أيمن فيرو وتوتا روجير جاك يوستينا وجوليا وجولين يوسف وجولي أيمن ميري جيرجس ستيفن جوزيف مريم سامح ساندي مارك وبيتر فريد مريم القس أتناسيوس مادنة وماريان ومارينة نبيل ساندرا جورج ساندرا أيمن شلوميس ردا حبيب زكا شلوميس وحشيتني جدا جيوفاني هاني ملك ومارني مراد وميرسيه قوي قوي على كل الحاجات التي انتم بعد تتهلنا وعنا عايز على فكرة بقلي فترة مجتمع حاجة عن ديفيد دعاء فياريت لو ديفيد يتفرج علينا في الحلقة يحاول يكلمني يبعث لي ميسج أو إيميل بس يطمنني عليه لان انا بقال كثير ما اسمع سيش صوت وخريجا عظيم يقول معنا تليفون صح؟ يلا بينا نشوف مين معانا على التليفون ومين اول واحد يحب النهاردة يتكلم معنا ويقول لنا هو خايف من ايه ونصلي سوا مع بعض الوو ايوه مين ايوه انا لوسيا انا مش سامع انت اسمك ايه سكر اسمي لوسيا ازايك يا لوسيا الحمد لله عندك كم سنة يا سكر حباة السنة وبتتكلم منين يا لوسيا انا اتكلم من سوهاج من سوهاج قوليلي الجو عندكو حر جدا صح؟ اكيد طبعا ده اذا كان احنا هنا حرانين جدا في القاهرة فاكيد انتو كمان حرانين اوي اوي يا لوسيا انا مبسوط اوي اوي اني بسمع صوتك كده قوليلي اهل سوهاج كويسين وكله تمام في السوهاج الحمد لله كويسين كله قوليلي بقى انت عارفة نهاردة بنتكلم عن الاية الحلوه قوي قوي اللي بتقول مبارك شعبي مصر صح؟ اه قوليلي بقى انت في اي حجم خوفاكي عشان الايام اللي فاتت والانتخابات والحاجات دي ولا كل حاجة زي الفل انا مفيس اي حاجة مخوفاني انا كل يوم بصند البابا الصلاطة مفيس حاجة مخوفاني خالص 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 يا لوسيا خالص خالص طب انا عايز اقولك انه اكيد انا في ايد بابا يسوع كلنا في ايد بابا يسوع يا لوسيا وانا مبسوط جدا انك بتقولي كده وحاسس بجد ان انت بتقولي الكلام ده بصدق غريب قوي وبإيمان قوي جدا جدا بس انت اكيد حسيت اني فيه ولاد صحابك اه قريبك الناس تعرفيهم ممكن يكونوا قلقانين وخايفين شوية صح؟ ولا محدش خالص تعرفيه قلقان وخايف اه انا نصف حاجة بيقول ان احنا نقلق يعني ان احنا جايزين بس بقولهم ما تخافوش احنا تقدر بابا يسوع طب انا عايز اقولك بقى تحب يا لوسيا النهاردة تقولي لهم ايه علشان خاطر ما يخافوش اه اقولهم اتخافوش جدا انت في ايد لبنا اما يعني تقلقص من اني جاي خالص 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 يا لوسيا اه انا مبسوط قوي قوي عبجد على المكالمة الحلوة اللي انت بتقوليها دي وحاسس فعلا ان انت عمالت طلاع كده طاقة ايمان لنا كلنا ودي حاجة مهمة قوي 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 نرسي يا لوسيا بجد على المكالمة الحلوة دي وعايزك تسلمي على كل الناس اللي بسهاج نعم اقولي انا سامعك ايه عايز انا كنت عايزة رنن تبنينا يلا انا سامعك رنمي احفظ بلبنا يا رب وإنها من خيرا جاي بكل القلب ما الماس جاء غيرا احفظ بلبنا يا رب وإنها من خيرا جاي بكل القلب ما الماس جاء غيرا احفظها من حاجة ومن فأ ومن جسف يا نبي عنا احفظها من الهاب والسر احفظ بلبنا يا رب احفظ بلبنا يا رب نجدك يوت ليها يشفي أراضيها ونصبحك فيها يحفظ بلبنا يا رب احفظ بلبنا يا رب وإنها من خيرا جاي بكل القلب ما الماس جاء غيرا جاي بكل القلب ما الماس جاء غيرا جاي بكل قلب إنها تتهبت نعم أنا أنا أغنيا أحفظ ام لا أفكر نفسك أنا مستأج centuries وأنا كما نفس شوفك قوي قوي يا لوسياء انت هتقهرة قمت بالظبط لث إحنا نحددناش بس إحنا جايين قريب طيب يا لوسياء تحددي المعاد وياريت يكون في شهر سبعة وتعالين نتقابل سوا مع بعض في الاستوديو بقى شيء في منتهى الجمال فممكن تتكلم هولي أختي؟ اسمها إيه؟ هولي هولي ديني هولي هولي يعني مقدسة ولي علاقة بمبارك شعبي موضع حاجة كم مطلع لطافة إذاك يا هولي هولي إذاك يا هولي أنا أمر أليх إزايك يا سكر أنا أمر أليه أنا كويس قوي عندك كم سنة يا هولي؟ عندك كم سنة يا هولي؟ أنا بحبك هولي أولي وأنا كمان بحبك قوي قوي يا هولي انا كمان بحبك قوي 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 يا سكر عندك كان سنة يا هولي سمعاني كويس؟ اه قوليلي ايه رأيك في الترنيمة اللي كاتبت ترنيمها لوسيا من شوية حلوة؟ اه طب انت كمان تحب ترنيمي ترنيمة دلوقتي؟ بالسرع عندي اربع تنين ومالو ممكن ترنيمي اي ترنيمة انت عاوزاها ولو مش عارفة ترنيمة معينة تحب تقولي ايه النهاردة البابا ياسوع؟ كيف ارامنا متنينة؟ يلا طبعا كلنا سمعينك يلا يا هولي قولي قولي يلا سمعينك جورة في قلبي عايش يا ربي ريال في الاسر جورة في قلبي عايش بوضاع رو شوطا روش قابلي اخواتي أتنزل شوطا حلوة قولي وولي وولي فعلا روش قابلي روش قابلي واما روش قابلي روش قابلي موسيقى قبل إخواتي برافو برافو يا هولي أحب عدوي قبل إخواتي تبنيمة حلوة قوي 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 وأنا بصوت قوي بجد علشان أنت و لوسيا زي ما قلنا كده مع لوسيا أن عندكم محبة قوية قوي 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 طالع لكل الناس اللي حوالينا مرسي قوي 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 وبابا يسوع بيحبك قوي 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 تصلي مصر أساساً بتصلي؟ طب ده أنت عندك أربع سنين بس بتصلي مصر تقولي إيه؟ أنا عايزة أعطي مفرع سنة سوفك وأنا كمان عايزك بصي أنا كنت لسه بقولي لوسيا أن أنا مستميها تيجي تعالي أنت معاها يا هولي ونتقابل مع بعض اتفقنا؟ اتفقنا ماشي يا سكر بابا يسوع بيحبك قوي 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 ماشي ويوعي تخافي أبداً ماشي؟ باي 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 يا حبيب قلبي باي 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 يا سكر برسي قوي 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 تليفون ميان حاجات جميلة وحلاوة زي ما قلنا نستنين كده كلكم تقوموا بتتلمونا وتقولوا لنا ايه الحاجات اللي ممكن تكون بتدايقكم بتخوفكم وعايزين نتصلوا علشان هتعالوا بيها ناخد تليفون تاني سريع ونشوف مين معانا على الهواء؟ ميري؟ 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 انا كويس قوي عندي كم سنة يا ميري؟ ميري؟ وبتتكلمي منين؟ صوتك بيقطع شوية ميري؟ من ملاوي؟ ملمينيا؟ اه الجو حر شوية صح؟ الجو كويس الجو كويس؟ أصد الجو في سوهاج من شوية كاتلوسيا بتقولين انه حر جدا جدا على فكرة وهو حر عند طب ما تقول لهم يجيوا وعدوا معاك عشان خطر الجو يبقى حلو كده وهم ما يعرقوش ويتدايقوا ميري؟ ميري؟ يا بالعرف؟ نعم يا حبيبتي انا ما قدرت سجل في السيديو عشان بابا متاسس وهو يبقى تسميتك هتروحي طب يا ريت يا ميري انا كمان مستني بجرد تيجي لما تيجي القاهرة تعالوا نلتب مع بعض معاك كده ونتقابل فيه اتفقنا؟ يا بالعرف ممكن اقول لك سا قوليلي شعر يا ميري ايه الماء بالحلوة دي الترميم وشعر؟ قولي يا ميري قوليلي يا اختي هتفرقين سيح المسلم هتفرقين متسلمة جسد وروح هتفرقين انا رايح تنسى اصلي يومي بدل ما تعايد علي لقزين مش انت بتعبو الدينة وانا باعبو الدين طيب ليه تقزيني ليش تقولك موطورة ومن الحياة دي احتموها يا والدية انت موطورة الانية لكن مش هتفوها وحياة الابدية متعرفست والعزية متخوطة دي تذكر السفر من الابدين انا عايش مع ربي وفلح ديت وفلح ديت حلوة قوي 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 موهبة الشعر بتاعتك يا ميري وانا مبسوط من الشعر اللي انت بتقوليه بس فيه حاجة مهم ما عايز اقولك عليها انت سمعاني كويس؟ اه يا ميري انت بتتكلمي في الشعر بتاعك عن ان اي حد ممكن يأذيكي او كل واحد فينا ممكن يعبد في الدين بتاعه او في المكان بتاعه بس انا عايز اقولك يا ميري اوعي تخافي ابدا انا مش عاوز مشاعر الخوف هي اللي تخلي هي اللي تبقى مسيطرة علينا ايوة انا عايز اتقالك سؤال وبعد كده اخسران بيتكلمي لا استني بس علشان عايزين اتناقش في الشعر بتاعك الاول قبل ما تسأليني السؤال سمعاني كويس؟ اه انا شعر بقلي سامة وبابا طب حلوة قوي بس انا حاسس يا ميري وانتي بتبتبي الشعر ده ان انت خايفة من حاجة معينة تحصل صح او انا غلطان؟ يا بدرر ايوة سامعاني؟ شخص افسي بقلق وتعادي اني بحس بربنا وعمره ما ينتجي ايوة يا ميري انا نفسي بجدت حسي طب قولي لي انهي اقوى ان احنا نحس بالقلق ولا ان بابا يسوع معانا انهي اقوى في الاتنين ان بابا يسوع معانا طب قولي لي بابا يسوع معانا الاحساس ده هو اللي ممكن ياكل القلق صح؟ وللقلق هو اللي هياكل البابا يسوع معانا لا بابا يسوع معانا يبقى انا عاوزك دايما في الاشعار اللي انت بتكتبيها يا ميري اوعي تخافي ابدا بالعكس انا عاوزك تكتبي شعر مليان سلام كده ومليان راحة ومليان هدوء وانا مقدر قد ايه انت ممكن تكوني خايفة او تعبانة او زعلانة وكلنا بنقلق وبنزعل وبنخاف لكن انا مش عايزك ابدا تسيب الخوف والقلق ده هم اللي سيطروا عليك اتفقنا يا ميري اتفقنا يا بلوريت نعم اتفضلي اتقالك سؤال اتفضلي اقولي لو واحد يعني في فيحي وعمل اعمل خلو ربنا هيحاس بزيلي بص يا ميري انا هقولك حاجة مهمة اوي دلوقتي الكتاب المقدس بيعلمنا حاجة مهمة اوي 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 بيعلمنا انه في طريق واحد للسماء وهو ان احنا نؤمن ببابا يسوع مخلص لنا صح ولا غلط سمعاني يا ميري اه الكتاب المقدس بتاعنا بيقول انه لا احد يأتي الى الآب الا بيه لازم بابا يسوع يكون هو الوسيط اللي بين البشر وبين السماء علشان الناس تعرف تنالق الحياة الابدية صح ولا غلط اه يبقى انا كمان هقولك حاجة لما حد تشوفي حد مش سمعاني كده كويس اه طيب لما انت بتقولي بتشوفي حد ممكن يكون مش مسيحي بس بيعمل اعمال حلوة بليز صليله يا ميري انت ما تعرفيش بابا يسوع ممكن يعمل ايه جوه قلبه صلي لأي حد وانا بقى بوجه الرسالة دي مش لميري بس لكل الولاد اللي بتفرجوا عليها دلوقتي بابا يسوع بيحبنا كلنا مهما كان اختلافنا وبابا يسوع فاتح ايده لكل الناس من الصغيرين والكبار علشان يقبلوه ويروحوا السماء ويعيشوا حياة ابداية مع بابا يسوع فانت لو حسيت يا ميري ان حد من جرانك او اصحابك هو مش مسيحي او مش بيعرف بابا يسوع بالضبط هو عمله ايه او بيحبه قد ايه وهو بيعمل اعمال حلوة زي ما انت بتقولي صليله علشان يعرف بابا يسوع لان بابا يسوع قال كده ان هو فاتح دراعه لكل الناس اللي ممكن يقبلوه ويجولو ممكن يا ميري قبل ما تديني اختك هطلب منك طلب ممكن من الواضح ان السؤال اللي انت بتسأليه ده ان انت فيه ولاد كثيرة حواليك او ناس كثيرة حواليك انت حس ان هم مش قريبين من بابا يسوع بس بيعملوا حاجات حلوة صح او غلط طيب ممكن يا ميري دلوقتي انغمض كلنا مع بعض واسماعك وانت بتصلي لكل الناس اللي ممكن تكون انت حب ان هم يقربوا اكتر من بابا يسوع حتى الهوما مختلفين عنينا بحاجات تانية ماشي يا بنا يالله كلنا هنغمض عنينا يا ميري وعايزك تصلي كده بايمان كده ان بابا يسوع يزور كل القلوب في مصر علشان بجد مبارك شعبي مصر تتحقق ممكن ماشي يالله بنا يا ربي يسوع انا عارف انك بتحب الكل يا رب اقرب كل الناس بك يا رب اخليهم يعرفوا طريقة يا رب انا عارف ان انت يا رب يعني بيخلي بلدنا كده حلوة يا رب يعني حفظ عليها يا رب وخلي الناس اللي بايدة عنك تقرب منك امين 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 يا ميري انا مش عايزة تخافي ابدا ابدا ولا تلاقي يا ميري ولا تفتكري ابدا ان بابا يسوع سايب حاجات كثيرة تحصل كده وتعدي من تحت ايدي وهو مش واخد باله بابا يسوع بيسمع وعارف كل حاجة وهو نفسه على فكرة في نفس الآية اللي احبنتكلم فيها النهاردة اللي هي في اشاية 19 وعدد 25 مبارك شعبي مصر بيقول كتاب المقدس قبل الآية دي الآية دي في اخر الاصحاح فوق شوية بيقول فيعرف المصريون الرب يعني مصر كلها هتعرف الرب مصر كلها هتعرف بابا يسوع فانعايز اقول لكم كلكم يا ولاد اوعوا تخافوا ابدا ابدا بابا يسوع في وقت حيجي يزور بلدنا وكلنا كلنا هنعرف الرب قولي بتقول ايه يا ميري ايه هو في حاجات مها جنة ونار مش سامع كويس قولي تاني هو فيه جنة وفيه نار هو فيه سماء وفيه طبعا جهنم او فيه المكان اللي الناس اللي بتعمل حاجات غلط في الحياة ممكن ان هم يعودوا فيه بس احنا مش نفسنا كده ولا بابا يسوع نفسه كده بابا يسوع نفسه ان كل الناس تقبله وكل الناس تعيش معه حياة ابدية فوق في السماء فهو فيه مكان اكتاب المقدس بيقول كده ان فيه مكان للناس اللي ممكن ان هي ما تحبش او تقرر ان هي من بعد ما تسمع عن بابا يسوع ان هي تلف ظهرها ومتقبلش بابا يسوع لكن كل الناس بابا يسوع فاتح ايده علشان هم كمان يقبلوه ويجوا معه للحياة الابدية يا ميري جوابت على سؤالك ولا لسه؟ انا عايزك تبقي مقتنعة بالاجابة لو مش مقتنعة قوليلي ونقعد نتكلم شوية انا عايز اتكلم ماشا يا ميري طب قولي بس بسرعة اسئلة الجميلة وحلوة قولي يا مرمورة انا بنت خليجي تحتفلية اناس محتمل عليهاrates ان هي وصلنا بالاهر ان تتكلمك يسمها ايه؟ لماذا broadcast كلمة يا بنت خليج؟ قول المつمون ميرنا وماريما ميرنا ومالك؟ لم ناريما ميرنا وماريما ميرنا وماريما! سلميلي على ميرنا وماريما! ماريما نتكلمين ا mateix كان انا من تركوا معاداين بالله بعد خلال التلفون لكن الأسبوع الماضج يرد اسمعلي صوتك انت مع ميرنا وماريما معد اتفقن يا سكر؟ ليش؟ خذ آقان الديهاني علوه ازايك انتي ازايك يا موردي انا زي الفل انت اسمك ايه سكر ايه انت اسمك ايه اسم رندا اسمك رندا زك يا رندا راح فين راح فين يا بيبو قوليلي عندك كم سنة يا رندا واندي ثمانة ثمان سنين طب قوليلي تحب تصلي علشان مصر وعلشان البلد بتاعتنا اه يلا احنا سمعينك يا رندا ممكن تصلي علشانها يلا بينا يا رب خلي بينك من بلدنا وخلي بينك من اخواتنا الفقر يا رب خلي بيننا من كلنا من يا رب خلي خلي بينك يا رب منينا خلي بينك يا رب يا رب ما تخلي نفس كل عجل يا رب امين امين يا رندا انا مبسوط قوي 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 ان انت وميري كده بتصليوا وانتوا عارفين ان فيه حاجات كثيرة ممكن تتغير الاحسن وان مبسوط كمان من الاسئلة جدا بتاعت ميري حتى لو كانت اسئلة صعبة وكبيرة شوية علينا لكن لازم نتعلم من احنا صغيرين الحقيقة الصحة فين والحقيقة فين نعم ايوة مين اختار على المروحة مين اختار على المروحة اكيد حد كان قاعد في سهاج عشان الجو كان حر جدا جدا الاسبوع الجاي هجاوبك على موضوع المروحة ده سكر اتفقنا اختي عايزة كل مرحة ايوة ماري ايوة ماري انا عايز اقولك ان احنا بنحاول على قد ما نقدر يكون الوقت بتاع البرنامج نحاول ناخد فيه كل حاجة كل حاجة انما الاسبوع اللي فات او الاسبوع اللي قبله كان عندنا ضغط كتير قوي قوي من التلفونات فمعرفناش ان احنا ناخد كل حاجة ليه بس ممكن على فكرة لما بابا وماما يعودوا معاكي سكايبي سهل جدا لازم تنزلي صوفتوير او البرنامج على الكمبيوتر وتحطي لنفسك اسم و باسورد يعني كلمة سر وتقدر يعادي يدخلي معانا ونتكلم ونحكي ونعمل حاجات رطيفة شيكو بيقولك زي الفيسبوك بالزبط كده بس المهم يكون عندك كاميرا عندك كاميرا على الكمبيوتر يا ماري عندك كاميرا صغيرة على الكمبيوتر جوه الكمبيوتر كده فوق في اللابتوب او حاجة كاميرا لازم يكون عندك كاميرا عشان نعرف نشوفك كمان وانتي بتكلمينا مرسي قوي قوي يا ماري ويرند على الاسئلة الحلوة دي واقوعوا يتخافوا ابدا ابدا ولازم تعرفوا ان بابا يسوع ايده مفتوحة لكل الناس مش حد معين او 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 دين معين او فكر معين بابا يسوع كده بيستنى ان كل الناس تجيله وان هم يقبلوا ويعرفوا معرفة الحق فين ولازم نصلي لكل اخواتنا وصحابنا اللي احنا حسينهم عندهم حاجة حلوة قوي قوي جواهم كده ان بجاد بابا يسوع ينور جواهم وحياتهم يحسوا فيها بقدي ايه بابا يسوع بيحبوهم ويقدر يغاير حياتهم كلها مرسي قوي قوي يا ماري ويرند ومن هنا ورايح بقى لازم تعرفوا انه الاسئلة الجميلة اللي انتو تتقالوها دي لازم نجاوب عليها كده وكلكم لازم عندكم معرفة وحكمة والتعلموا كتير قوي 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 عشان لما حد يجي اسألكم هو انتو دي مختلفين دي دايما بتتحكوا في وقت الصعوبات ليه دايما مرتاحين في وقت الازمات ليه عندكوا سلام حتى في وسط المشاكل اللي حوالينا لازم تقولولهم ان بابا يسوع هو اللي بيخلي ضحك على وشنا وبيديني سلام جوا قلبنا انتم مش متخيلين الكلام الصغير اللي انتو بتقولوه ده ممكن يفرق ازاي مع كل الناس اللي حواليكم تعالوا بينا اخو تليفون تاني ونشوف مين مع انا على الهواء هلو 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 ايوا مين جوليا زك يا جوليا كويسة بتتكلم منين يا سكر من مصر منين من مصر يا جوليا يعني من اي مكان من القاهرة من القاهرة طب قليلي بقى اه الجو عندكو في القاهرة حر ولا برد حر حر ما انا كمان حاس بالحر من الصبح وحاولنا نولع التكييف على قد ما نقدر وعم بوليس بيقولي انت كيف كده كويس بس انا حاس ان هو خر شوية زك يا جوليا انت عندك كم سنة كم سنة قليلي بقى يا جوليا تحب النهاردة تصلي علشان حاجة علشان خاطر بلدنا احيان ايوا ما فيها السلام طب انا عايز اقولك يا جوليا هو انت فيه اي حاجة مخوفاكي ولا كل حاجة ماشية كويس وزي الفل تكلميني بصراحة من الضلمة بتخافي من الضلمة بس يا جوليا اه انت عارفة ان انت نور العالم ان انت نفسك ممكن تنوري لكل الناس عارفة كده اه بالحب الجواكي البابا يسوع حطه جوا قلبك تقدر يتنوري لكل الناس ممكن اسمع صوتك وانت بتقولي انا شمعة انا نور ايه الحلاوة دي طبعو ما بقاش فيه ضلمة خالص دلوقتي بقى فيه شمعة وفيه نور وبقى حاجات حلوة قوي قوي يا جوليا ايوا يتخافي من الضلمة ولو خفتي من الضلمة افتكري كده ان انت شمعة وانت نور زي ما قلت دلوقتي وهتحس كده ان بابا يسوع دايما دايما جانبك ومش بيسيبك ابدا 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 وما تخفيش ابدا ابدا على بلدنا بلدنا هتبقى زي الفل ايه رأيك؟ واشي واشي كمان مفهوش سروط لا في مضيع ولا مور كمان مفهوش سروط من ساكن قلبة اثنين واحد بس من الاثنين ام الله و الشيطان واحد بس من الاثنين كون خبت باب قلبي فتحت لقيته ربي دا خل و اتعشى معايا من يومها يا هلايا دا خل و اتعشى معايا و من يومها يا هلايا مين ساكن في قلبك مين واحد بس من الاثنين ايوه قولي سؤال ام الله و الشيطان واحد بس من الاثنين قولي تانية جوليا ما سمعتش كنت برنم التانيمة الجميلة معك مونها 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 بتتمتتتغط هكذا مونها مونها لست مونها زرزور خ증 انا مش بتخانق ممكن هو يكون بنتخانق مع تحابه عشان العظم خلاص اتفقنا يا جوليا مرسي يا زرزور اشكرك انك موجود معنا هجاوبك على السؤال ده في الاسابيع الجاية يا جوليا ونعرف ازاي الناس بتخلق اتفقنا؟ اتفقنا ماشي يا سكر وانا مبسوط قوي قوي من الضحكة اللي عندك دي وانك مبسوطة ومسرورة جدا ببابا يسوع باي باي يا سكر باي 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 مين ساكن في قلبك مين وزي ما كانت بتقول جوليا بتخاف من الضلمة بس هي جاوبك تعالى السؤال بتاعها في وسط الترميمة بتقول انا قلبي بيت صغير كان خربان وحقير لا فيه مية ولا نور وكما ما فيهوش سرور يعني البيت اللي مش فيه او القلب اللي مش بيكون فيه يسوع بيبقى مش فيه لمية ولا نور يعني ما فيهوش كده فرحة ما فيهوش سرور لكن اول بابا يسوع بيجي ويدخل ويتعش معايا من يومها يا هنايا اول ما انا افتح واقصد من بابا يسوع ان هو ييجي ونصلي ونطلبه بجد ان هو ييجي لحياتنا حياتنا كلها بتتغير واشكر بابا يسوع بجد انه حتى وسط الازمات ووسط الحاجات اللي احنا بنحس ان هي غريبة علينا ومش عارفين نصرف فيها ازاي ده اكتر وقت يا ولاد بنحس بييد بابا يسوع معانا انما لو احنا عارفين نعمل حياتنا زي كل يوم ما تعودنا ناكل ونشرب وننام وكل حاجة سهلة وكل حاجة موجودة مش هنحس ان بابا يسوع بجد موجود في حياتنا لازم نحس ان فيه وقت صعب احنا مش عارفين نتصرف فيه فنطلب من بابا يسوع ان هو ييجي يورينا ايده وحشوف حاجات كثيرة حلوة ومعجزات كبيرة جدا 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 الايام الجاية في بلدنا علشان بابا يسوع قال مبارك شعر المرض هنطلع بريك يا امامير ونرجع تاني مع بعض بليش هيك وناخد مع بعض مكلمات سكاي بيب وفيسبوك ونجاوب اسئلة ونعمل حاجات فيه منتهى اللطفة هنطلع بريك ونرجع تاني ليش هيك يا امامير سلام مؤقت اهم عفوا اسمحوا ليعرفكني على باتوه دايما عنده مشكلة وعطول عجاءة بس منيح اللي في باسكال يلي دايما عنده الحل انت مع جيز او مع بنتلو اللي اماش زيت باسكال فينا لعلاج باسكال باسكال شوف رائعيني في كتابة ليلة متلا بس غير لون اي تو زي بدك نصايح مفيدة اللي كيف بتحب ترسم وتتعلم الرسم والنيو لوك بعلمنا كيف نهدم ونرتب حالنا وفينا نتعلم لعب جديدة ومنتعرف على كتب جديدة وحتى ما تحتار هيك ولا هيك كل هاو فقرات بـ A to Z وكمن عنا التقارير مفيدة وإشياء جديدة نتعرف عليها ونتعلمها A to Z بتشوفوه بس على سات سافن كيدز بهالأوقات أحداث عم تصير من حولنا ونحن من رئبة ونرصدة ومن حللة ومنقدم لكم يها ضمن نشرة أخبارية ولكن مش متل غيرها تقارير أخبار بتهم كل واحد منها السنابل نيوز بتتابعوا على سات سافن كيدز بهالأوقات أخبار سنابل كل ليلة قبل ما تناموا ما تنسوا تسمعوا أحلى قصص الكتاب المقدس مع صديقتكم المفضلة ريتا تترقبوا برنامج قصة قبل النوم على سات سافن كيدز بالأوقات التالية أحداث صارت مع شخصية مميزة اللي كتاب المقدس بتشاهدوها كلها بمسلسل شيق كتاب المقدس المصور على سات سافن كيدز بالأوقات التالية ألوان موجودة وين مكان قصص أغاني وإشياء كتير مهضومة برنامج بيجمع كل الألوان حضرهم بس على سات سافن كيدز بالأوقات التالية شكرا لا تخاف ويقول استمروا في الصلاة فأي واحد فيكم يخاف أبداً 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 ولا يتضايق ولا يتعب ولا يحس أبداً أبداً أن في أي حاجة ممكن حوالينا تخطفنا من محبة بابا يسوع بالعكس بابا يسوع دايماً 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 بيحب أن نحن نبقى وراهبين منه ونستمر كلنا في الصلاة لكي نجيب البركة لمصر لكي يكون فعلاً مبارك شعبي مصر ومناسبة الصلاة تكليل الأسبوع الفات ما كانش عندنا وقت عشان كان عندنا مكالمة جنن الأسبوع اللي فات مع ندين فأخذت وقت طويل قوي 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 من الحلقة بس كان وقت لذيذ جداً جداً عايزين نفتح سوا مع بعض يا بيبو السندوق اللطيف ونشوف السندوق النهاردة بتاع الصلاة على فكرة عندنا طلبتين صلاة مهمين جداً قولنا الأسبوع ده عايزين ناخد جواب من الجوابات اللطيفة ونفتح ونقرأ ونشوف النهاردة جات منين ومين عاوز يطلب طلبة صلاة على إيه؟ أول طلبة صلاة عندنا جاية من ميرنة عادل وهي جات لنا الأسبوع اللي فاتوا بتقول هاي يا عمو أبو العريف أنا اسمي ميرنة عادل وأنا بحب برنامج ليش هي جداً ممكن يا أبو العريف تصلي من أجل بابا عادل علشان هو عمل حدثة وحيعمل عمليات في رجليل اتنين وهو تعبان قوي وأنا واثقة إن ربنا هيشفي على فكرة الديكور الجديد جميل جداً وباي بسي قوي 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 يا ميرنة على الصلاة بتاعتك دي وصلاة في منتهى الجمال واللزازة واللطفة وأنا مبسوط إن إحنا دايماً دايماً بنبقى حتى في الوقت الصعب بجد إحنا بنطلب من بابا يسوع أنه هو يكون جنبنا وبنصليله حتى في الأوقات بتاعت الأزمات تعالوا همدعنينا ونصلي لبابا ميرنة علشان الحادثة بتاعته أنه هو يخف ويرجع تاني أحسن من الأول يا رب يسوع أنا بشكرك من كل قلب يا رب لأن إنت مش بتسبنا لوحدنا أبداً يا رب يسوع من كل قلب يا رب أنا بطلب يا رب لبابا ميرنة إن هو يخف ويشفى على إيدك يا رب أنا عارف يا رب يسوع أن إنت عندك قدر يا رب إنك بجد تشفي كمان مش بس الحاجات اللي بضيقنا من جوانا ونفسيتنا لكن كمان تقدر تشفي جسدنا يا رب يسوع شكرك لأنك قلت إن صلاة الإيمان تشفي المريض إحنا بنصلي لك يا رب بجد من كل قلبنا يا رب علشان خاطر بابا ميرنة عادل يا رب أنك العادل إن هو يبقى أحسن يا رب ويرجع ويخف بسرعة من الحادثة يا رب أنا شفتك بجد زمان يا رب وأنت بتمدي إيدك لأخويا مثلاً لما عام الحادثة وهو صغير وخفه بقى زي الفل وبنقعد نضحك مع بعض ونهزر وبقى أحسن كتير يا رب من الأول وحس بيك يا رب وشافك وقرب منك أكتر لما حس يا رب قد إيه أنت بتحبه حتى في وقت الأزمات أنا بصلي يا رب لكل البابا والماما الممكن يكون عندهم حاجة معينة بتتعبهم في جسمهم أو عندهم حادثة أو خايفين من حاجة معينة يا رب أن أنت تمدي إيدك بجد يا رب وتشفينا كلنا يا رب تشفينا من قلبنا وتشفي روحنا وتشفي أجسدنا أشكرك يا رب يسوع آمين أريد أن أقول لكم أننا جاء لنا طلبة الصلاة مهمة جدا جدا مبارح بالليل لقيتها موجودة على الفيسبوك وهو غالبا اللي طالب طلبة الصلاة كمان مش حد صغمتوت كده أمور زيكم سنه صغير لكن بالعكس هي ماما مامة حد من الولاد اللي بيتفرجوا على ليش هيك وهي بتطلب صلاة مهمة جدا وهي بتقول إذاكي أبو العريف أنا اسمي هدى مامة بندق كان عندها ولد صغير قوي اسمه بندق وهي عندها 31 سنة وبتقول إنه في سنة 2010 حصل حدثة كبيرة قوي 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 طلع السماء فيها بابا بندق وبندق كمان يعني بندق وبابا اللي هو كان اسمه جورج وبابا راحوا السماء وهي كانت مامتهم كانت حامل هي سوري مامة بندق اللي هي هو ده كانت حامل وجابت بنوتة زي السكر اسمها جوسيل وبتقول بعد ثلاث شهور من الحادثة وقت ولدت جوسيل وبقى عندها دلوقتي سنة وتمن شهور وهي عايزانا نصليلها علشان خاطر حاجة مهمة جدا علشان خاطر هي تشتغل وتلاقي شغل وعلى فكرة ممكن تكون الطلبات دي شوية بالنسبة لنا إحنا يعني كبيرة علينا أو مش عارفين بالظبط إن إحنا ممكن إزاي نصلي لحاجة زي كده بس إحنا لازم نتعود زي ما بقولوك يا أولاد إنتوا بقالكم فترة طويلة جدا بتصلوا زي الكبار وبحاسينه وبتؤمنه وعارفين إن بابا يسوع جاي على أرضنا وكلكم حاسين بدا فأنا بطلب منكو على فكرة كنا ممكن ما نقولش طلب التصالة دي كده على البرنامج وممكن نصلي إحنا بس لهدى وجوسيل ويتأكد جدا جدا إن إنتوا الصلاة بتاعتكو دي هتفرق كثير قوي 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 في حياة هدى وفي حياة البنوتة الصغيرة جوسيل فعايزين نصلي دلوقتي وزي ما بنقول إنتوا جواكو قوة صلاة حتى الكبار بيطلبوا إن قوة صلاة بتاعتكو دي تطلع وتبين لكل الناس وبجد تقدم لكل العالم قد إيه بابا يسوع موجود جوا قلبكو وبجد يقدر يغير العالم كله بيكو سورة جوسيل معانا على الشاشة الصغنتوطة يا مخرجنا العظيم يا ريتو نصلي كده كل الأولاد يشوفوا صورة جوسيل ويشوف أدية أمورة وعصولة ولطيفة ونطلب بجد تعزيها لجوسيل وهدى مامتها وكمان نصلي إن بابا يسوع يقدر إن هو يقدم لهدى مامة جوسيل عمل أو شغل عشان خاطر ما تعدش متضايقة أو زعلانة لكن بالعكس تقدر إن هي تعمل حياة جديدة وتقدر تربي جوسيل ونشوف جوسيل كده بينوتة زي السكر وكمان تيجي معانا قرية جدا ليش هيك ونقعد نتكلم معها وتبقى حاجة فيه منتهى اللطافة ولا زي زي تعانوا بينا نصليك سوا مع بعض يا رب يسوع أنا عارف يا رب إن أنت غير مجرب يا رب بالشرور أنت يا رب مش بتبعت لنا الشر لكن حتى لو حصل لنا يا رب شر أو مشكلة كبيرة إحنا عارفين يا رب إن قوتك في الضعف تكمل يعني في الوقت اللي إحنا فيه ضعاف يا رب وكل حاجة حوالينا ممكن تكون بتتغير أو تسقط أو تقع ومش بنبقى عارفين بالضبط نتصرف إزاي أو نعمل إيه إنت يا رب بجد بتورينا إيدك قد إيه قوية يا رب وتقدر تغير يا رب في حاجات كتير يا رب يسوع أنا بصلي من كل قلب يا رب علشان خاطر هدى مامة جوسيل وبعزيها من كل قلب يا رب إنت تدي تعزيها يا رب ليها يا رب وتدي يا رب كده قوة لها بفرح وسرور هي تربي جوسيل يا رب وأنا متأكد أن أنت عمرك ما حتسبهم أبدا يا رب أنت يا رب بجد بتفتقد الأرامل واليتام يا رب وبتحب قوي 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 تكون موجود معهم وتوريكم يا رب إيدك قد إيه قوي يا رب أنا بصلي يا رب علشان العمل بتاع هدى يا رب وأنا بصق يا رب إن هي طلبة صلاة من القلوب الصغيرة اللي بتتفرج على 6-7 kids دلوقت يا رب يا سوع علشان خاطر ترفع طلبة الصلاة دي للك يا رب أنا بصلي يا رب مش بس لهدى يا رب لكن لكل الأهل يا رب اللي ممكن يكون ظروف المعيشة دلوقتي خليتهم ما يعرفوش يشتغلوا أو في مشاكل مدية عندهم يا رب أنت تقدر في اسم رب يا سوع أن يا رب حاجات كتيرة في أوضعهم تتغير يا رب وتقدر تقدم لهم شغل يا رب ويشوفوا بجد النور في وسط الضلمة اللي ممكن تكون الناس كتيرة حاسة أن هي موجودة حواليها يا رب لكن أنا عارف يا رب أن أنت تقدر تحول أي حاجة وحشة يا رب لفرح يا رب وتقدر تحول أي ظرف سيء لحاجة بجد كلنا نقول إحنا كلنا حسينا وشوفنا يا سوع فيها أشكرك بجد يا رب من كل قلدي على جوسيل وعلى هدى وعلى ثقاتها يا رب في أن أنت بتسمع الصلاة يا رب وأن هي طلبت بجد أن القلوب الصغيرة كمان هي تصلي أشكرك قوي يا رب يا سوع أمين مرسي قوي 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 لميرنة عادل ولهدى مامة جوسيل على الرسالة الحلوة اللي هما بعتوها لنا وأنا متأكد أنه حاجات كثيرة قوي 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 قريب أن إحنا ممكن بجد يعني نسمع كده عنهم أخبار حلوة وجميلة قولي يا مخاجر العظيم إحنا شوفنا صورة جوسيل على الهوة ولا لا؟ شفت أمور إزاي وشفت عينيها جميلة إزاي وبينت زي الأمر ولذيزة قوي 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 وراي يا جوسيل تنا شفتها قدامي شفتها في شاشة اللي قدامي أصل استوديو هنا مرينا حاجات في منطقة لطفة ولا زازة يقول لي معنا التلفونات لطيفة على الهوة تعالوا بيا أن احريو لطيف انا كويس اوي بس وطي صوتك شوية مش هيزين تعالى صوتك اوي اوي انا عايز انا بحبك اوي وانا بحبك اوي 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 عشرة اوي يا مايفي عندك كم سنة الاول انا عايزة بقمعات عايزة بقمعات باللي نابلك على كل طيب قولي يا مايفي انت عندك كم سنة؟ لما اتكلمت تبد علي على طول ايوه انا معاك اهو على طول وانت اول ما تتكلم في تليفون لازم ناخد تليفون بتاعك احنا مقداش نتأخر عليك ولا اي حد من الامامير عندك كم سنة يا سكر؟ عندي خمسة خمس سنين بحالهم؟ ايه خمس سنين بحالهم طيب قولي بقى يا مايفي انا تكلم متلافة نعم بتقول ايه؟ ايه؟ قول مش سامع بتقول ايه؟ انا باكي لما تلاثة مبروك الف مبروك قولي بقى في حاجة تحب تصليلها النهاردة علشان مصر انا عايز اغني اغنية عايز تغني اغنية؟ ايه الاغنية دي؟ تغنيمة قولي يلا التغنيمة كلانا سمعين يا جامعي انا انجي نظر خارجي انا انجي نظر دي لاش اللي ابتغيه التاني على زمعيه التالت شاءتك يتسبط لخبت وقعل السنين مش فاك لكن بالتعبها فاكت فأب الله لي شاك وفتجنيني في الحق لخمي كل العيون أنا يمكن أكون سوخاي أنا يمكن أكون كيدل لكن لبتنا بيقفني على سماعي ذكباتك ساعدتين وطلق ساعدتين شوهور لكن بلقا وفاق بأبا الله وفاق ترميلي جديد حلوة قوي 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 يا مايفي الترميمة دي ومعناها حلوة قوي قوي بتقول إن أنا حتى لو كنت متلغبط أو خايف أو قلقان برضو بابا يسوع بيفضلك موجود كده لما بركع كده وارجع وصلي لبابا يسوع هو بيترميمي أنا أقلل جلق مجيبيني على طول هنا لأ قول تاني مسمعتكش بتعمل إيه هنا على طول؟ أنا أجلمك على طول يا ريت يا مايفي يا ريت ولو لقيت التليفون مشغول ابعتلي اسم اس على زيرو اتناشر سبعة أربعة ستة ستة أربع سبعات علشان خاطر الواحد كده يقدر إن هو ياخد معاك كده ويددي ونقدر إحنا دايما دايما نتواصل مع بعض يا سكر مرسيه على التنيمة الحلو ده وخلي بالك من نفسك اتفقنا 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 باي باي يا سكر باي باي عسل انا شايف نعم انا شايف ولا إحنا خايفين وأنا متأكد إن كل ولاد الصغيرين أو كبار محدشون بيخاف أبداً أبداً لأن بابا يسوع معنا صحي مايفي؟ عشان أنا في إيد بابا يسوع ايوه انا متأكد كلنا في إيد بابا يسوع يا سكر مرسيه مايفيع التلفون الحلو ده بابا يسوع بيحبك أخوك أخوك اسمه ايه 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 ايوه ايوه اسمك ايه يا سكر الزهد العمى الليف انا كويس قوي انت اسمك ايه حلوة الليف دي العمى داي انا مش سمعك اسمك ايه الليف ايه انا مش سمعك اقول تاني دايفد انا سمعتها ام دي فمش عارف ايه ام دي ايه ام دي ازايك يا دايفد عندك كم سنة عندك كم سنة ربنا هيحمي مصر ربنا هيحمي مصر عشان فيها امامير زيك كده بيحبوا بابا يسوع قوي قوي يا دايفد انت عندك كم سنة ثلاث سنين ثلاث سنين ثلاث سنين وبتصلي ان بابا يسوع يحمي مصري بقى اكيد هيحميها وما تخافش ابدا وانا مبسوط ان انت مش خايف يا سكر ونفسي اسمع صوتك كده لما تكبر كمان يا دايفد ونقعد نحكي مع بعض قوي 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 سلم على مايفي وانا مبسوط ان انتو الاتنين مش خايفين وعارفين ان بابا يسوع حيحمي مصر باي باي يا سكر باي باي يا دايفد وبي باي يا مايفي وانا يمكن اكون صغير او يمكن اكون كبير بس انا كبير مانا التلفونات التانية يا مخرجنا العظيم يلا بينا نشوف مين معانا على الهوى الميلة التانية بتاعت انا نفسي اكون يمكن اكون صغير يمكن اكون كبير مين معانا على الهوى ايوه ايوه ازاي كبرونيخ اهلا اهلا انت اسمك بجد فيبرونيا 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 اسمك حلو قوي يعني ايه فيبرونيا يا فيبرونيا فيبرونيا اسمك الديخة بس اسم لطيف جدا عملا ايه عند كم سنة الاول عن 12 سنة 12 سنة وبتتكلم منين يا بيبرونيا اتكلم من عشر من رمضان تب قوليلي بقى بيبرونيا خيفة من حاجة الآن ولا كل حاجة ماشية زال فله خليتكلم بصراحة لأ لا لا أبي شوفني اخيف ابق بنا معنا كلنا ومشو أخيفني الحاجة اترغم اي حاجة ممكن تكون بتضيق وبتزعل بتحصل يعني فيه حاجات ممكن تكون بتزعلنا او بتضيقنا برضو مش هتخافي ولا تضيق ابدا لا لا خاف طيب قوليلي يا فيبرونيا لو فيه ولاد بجد في سنك عندهم عشر سنين او اتنشر سنة زي ما انت بتقولي وممكن يكونوا خايفين شوية من اي وضع ممكن يحصل في مصر انت تحب تقولي لهم ايه ربيتنا اللي بيبقى عايز هو اللي بيعمله كل اللي بيعمله ربنا كويس وبالأخير اللي بيعملش كده الايه لكن بعد كده بنعرف كده فيبرونيا انت متأكدة ان انت عندك اتناشر سنة اه انا حاس ان انت عندك اربعين سنة لان انت بتتكلمي كلام مهمة قوي 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 وفيه ولاد كتيرة انت بتقولي او ناس كتيرة حتى كبار ما يعرفوش الكلام اللي انت بتقولي ده دلوقتي ان احنا ممكن يكون في حاجات بابا يسوع عاملها او مرتبها بس احنا مش بنقدر نحنا نعرفها الا في الوقت اللي بجد بابا يسوع بيكون مرتب فيه حاجة دي وبتباني الحاجة دي فعلا مش سيه قوي قوي يا فيبرونيا على الكلام ده بس انا مش حقدر اخلص معاك المكالمة الا لما اطلب منك بجد بالايمان لجواك ده انك تصلي لكل الناس الكبار والصغيرين اللي ممكن يكونوا خايفين على مصر ممكن؟ ماذا؟ يلا فيبرونيا اشكرك يا رب انك اخترتني وغيرتني من الدلالي الجهد انك اخترتني اشكرك انك عرضتني نفسك وعلمتني عن ذاتك عرضتني حبك وعلمتك واستمنت بيض انت الاني الحقيقي وحدك اشكرك انك عطيتني روحك مشكل فيه واشكرك انك عطيتني جسدك ودمت لأزبط فيك اشكرك انك عطيتني حلقة حلوة نيتم بي معاك في السماء اشكرك يا رب اشكرك يا رب امين 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 انا مش عارف اقولك ايه انا فعلا مش عارف اقولك ايه يا فيبرونيا الصلاة بتاعتك بجد صلاة من القلب صلاة حقيقية واشكرك يا فيبرونيا واضح ان انت بتصلي على طول بانتظام بابا يسوع وعارفة كويس ان هو بيسمعك صح؟ اه انا حاس بكده يا فيبرونيا مرسيه قوي قوي على التليفون الحلو ده ممكن ممكن يا سمحت اقول شعر البابا شنودة؟ طبعا ممكن تقولي شعر البابا شنودة بس قريب الراحة عشان كلانا استمعه ممكن؟ ممكن؟ لاش يلا بينا مين اللي قوي مبقاش هنا مينه بعيد قاله علنا مين اللي فاكره مش مفتنى وهو جوه قلبنا عايش مين عالارض معانا في كل خطوة ايديه سندانا علمنا الزالي محب ياسوع وان طلبنا ستكون بخشور حياته مين خفت بالبريد مشوار جهاده كان طويل ببيته واحده وعنك صلاة عشرة مع الرب اللي ملاه ميناه وان اشعار كتير عطي حبه كان كبير كان يقول ريشت يا ان اراك يا الهي اعمق الحب الهواك اني عايش بهمنا مجهود وفي كل دقيقة دايما يقول كل للخير ربنا موجود والسرعة ان طول ما يزقلها وجود ده حتى بسل اكتسامه سابت تقليد قوليده علينا كانت رايح نفوز تعدانا كانت تفايله حيود زالانا انجيني عايش على الارض حياته اه يا خسارة اه يا خسارة انا مش عارف اقول ايه لبيبرونيا مرسي قوي 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 على قرية الشعر الجميل اللي انت قلت لي يا بيبرونيا ولو انت مش قادرة تتكلمي تاني في تليفون يا ريت تبعتيه لنا على الفيسبوك او الايميل بتاع البرنامج يبقى حلوة قوي قوي ان احنا دايما نقرا قدام كل الولايات و تبقى حاجة تي منتهى الجمال مرسي قوي 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 على صلاتك المليانة قوة و مليانة ايمان و انا مبسوط جدا بجد انه حتى في وسط كل القلق ده لسه كلنا جوانا كده حاجة حلوة و بتجبر مش بتطفي كده و بتصغر بالعكس ايماننا بابا يسوع بيجبر و كل يوم عن يوم بنحس كده ان هو اللي شاهلنا الايمان بيبقى عامل زي العوامة كده لو في البحر بتاع الحياة عمال يخبط فينا و حاجات كتير صعبة وموك كتير عالي جاي الايمان هو الحاجة اللي بترفعنا فوق الموجة دي و مبسوط قوي 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 بجد بجد عارفين و حاسين بابا يسوع جوه قلبهم كده فده بيرفع كمان الكبار باباك و مامتك و كل الناس اللي حواليكو بيرفعهم بجد لان هم عارفين ان الجيل السغانطوت او اللي هما بيقول عليه السغانطوت قدي ايه بجد بيرفع عنده ايمان قوي 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 ان يخلي كل الناس اللي حواليه تعرف محبة بابا يسوع الحقيقية قدي ايه تعال نيرى مع بعض كمية مسجيات لطيفة جدا جدا و هكذا نرجع مع بعض ناخد سكايبي يا اه مامير هاي قبل عارف و حاشتنا اوي 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 اه طبعا زي ما احنا عارفين لازم من مامة كارول و ساندي مكرم عريان و شعره حاجة غريبة جدا في وسط كل ظروف اللي احنا فيها دي لكن النهاردة دي تالت مرة نسمع فيها شعر حاجة لطيفة جدا يعني في الوقت بتاع الزن او المشاكل بنعرف ان نقول شعر كتير بابا يسوع بيدينا كده نكتب كلام فيه متاه الجمال لما بتأمل في الصليب بلاقي اروع النظرات من عيون اله الحبيب اللي فداني و من اجلي مات محبة للغريب واللي انكر بالكلمات مديون لك يا اعظم طبيب يلي مليت حياتي ترنيمات جايلك بسجود لك وبسكو بكل الطيب يعني هي زي نعم الفرفان كده يلي واحدك تستحق كل التسبيحات من مامة كارول و ساندي مكرا ماريان مرسي جدا جدا على كل الشعر اللي جاي و اللي فات هيا يا ابو العريف نفسي اكلمك النهاردة و ارنم انا مريم ايمن ياريت يا مريوما كمان انا اسمعك و انت بترنيمي تبقى حاجة شيء منتها اللطافة اذاك يا ابو العريف انا اغابي ياريت تكون اغابي جرجس على فكرة وحشتني جدا من زمان بتقول شكرا على رسائلك طبعا مبارك شعبي مصر مهما حصل وقلب الرئيس في ايد الله هنخاف من ايه ارجوك صلي الاختي نتيجتها يوم خمسة سبعة وشكرا مرسي قوي 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 على المسلد فشعتك يا اغابي وربنا يكون مع كل الولاد اللي بيمتحنوا كل البنات اللي ممكن كمان يكون عندهم امتحنات دلوقتي وانا متأكد ان كل النتاج هتبقى كويسة جدا جدا رغم ان في شوية امتحنات في السنوية العامة ممكن تكون صعبة شوية السنوية لكن برضو انا متأكد انكم هتعدوا فيها يا ام امير انا مينة ايمن من شبرة ومش خايف لان انا في ايد بابا يسوع وبحبكم قوي وبابا يسوع بحبك جدا جدا يمينة هيا قبلو عريف ازاك وحشتني انا مهرائيل ساموئيل انا واخوية انتونيوس عايزينك تقول لماريام بنت خالتي كل سنة وهي طيبة باسلوبك اللذيذ وكمان زرزور يقولها تقولها ازاي دي بس مش عهمت عميرايل بس نحاول حاول تقول كده ايوة تويو ايوه بيحاول بس هو من خارج الالفاظ عنده دائما تطلع فيها هوا ايوة يا ماريام ايوة ماشي ياشي طبعا بيقول من كل قلب وبس هو هنقولها دلوقتي حالا لماريامة كل السنة وهي طيبة وبتقول الميلاد ماريامة كان يوم ستة عشرين ستة وكملت ست سنين يوم ستة عشرين ستة كملت ست سنين دي حاجة في المنتهى اللطفة تعد دلوقتي نقول لي ماريامة كل السنة وهي طيبة One two three Happy birthday to you يا ماريامة Happy birthday to you يا ماريامة Happy birthday سلام عليك يا ابو العريف وعلى كل ما معك يا عوض طعب محبتكم ويزيد استمار أكثر وأكثر أنا مامة جيسي طاعة زكريا وممكن تخلي الملائكة الصغيرين يصلوا لها ويقول لهم بابا يسوع قال لا تخف لأني معك مرسي قوي 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 يا تنت مامة جيسي ويا ريت سليم على جيسي جدا جدا ويا ريت بس تبعت لنا انت نفسي تنصلي جيسي هل هي مثلا عيانة او حاجة معيانة ولا تحب نصلي لها بشكل عام لان هذا مهم جدا ان احنا نعرفه وانا متأكد جيسي حتى لو كانت ممكن تكون عيانة او عندها حاجة وانا متأكد ان هي ممكن تكون كويسة جدا ومش مريضة ولا حاجة ما تلاقيش كل حاجة هتبقى زي الفل وبجد جيسي انا متأكد يعني ان هي بتطفي على البيت حلقة بتطفي مش بتطفي تطفي تطفي يعني بتدي كده بهجة وسعادة لطيفة جدا 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 جوا البيت هاي بلعريف شكرا كتير على التيشرت انا افرحت بيه جدا انا ميرولا عماد زي ميرولا بازت نفسي كل الامامير ينبستوا معنا ونعرف نجاوب شوية اسئلة لكن نرجع سوى مع بعض على السكايبي ونشوف مين معنا على الهوى وعلى فكرة عندنا ولاد كتيرة كلمونا يعني مثلا كيرولوس ومينا 235 مرة فلازم نشوف الاول هم ده واضح ان هم بيتكلموا مين ايطاليا شايف عالم ايطاليا موجود طبعا هم دلوقتي في الفاينل بتاع اليورو اكيد مبسوطين جدا جدا الو يا كيرو ايوه ازايك يا كيرو ايه ازايك يا مينة ازايك يا مينة ازايك يا مينة عربة في الكنيسة طب قول لي يا مينا ايه الترديم الحلو لقدتها في الكنيسة انت عندك كم سنة الاول بيدي رياعة صغيرة باكن ناقصة صغيرة من ربي يا سوء ازاي كان بيحب كلي انسان بيحب كلي انسان قول لي يا مينا طب انت عندك كاميرا صغيرة في الكمبيوتر ولا لا؟ لا طب انا كنفسي اتفرج عليك كمان وانت اشوف اشوف صورتك وانت بترنم التنيمة دي انت عندك كام سنة الاول انت عندك كام سنة خمس سنين خمس سنين ايبا خمس سنين وانت عايش في ايطاليا فعلا؟ يا مينا مبارك شعبي مصر انا متأكد مبارك شعبي مصر انت عايش في ايطاليا فعلا؟ ايه انا فروض مش في مصر انت فين في قسيود في السيود اصلا انا شايف علم ايطاليا عندك يبقى غالبا انت بتشجع ايطاليا علشان كده انت حاطت علم ايطاليا يا سكر طيب قللي كيرولوس جنبك ولا لا عشان انا شايف صورتك انت وهو شايف في مينة وكيرولوس نعم نايم طب لما يزح اسلم عليه اوي 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 ومرسيه جدا جدا على التبنيمة الحلوة دي وبابا يسوع بيحبك اوي اوي يا مينة وانا بحبك كمات وانا بحبك اوي اوي يا سكر وانا بشكرك عشان انت بتفكرنا بالايه مبارك شعبي مصر مش سيه اوي اوي يا مينة باي باي يا سكر باي باي يا جميل عندنا اه ديفيد دعاء بصوا لازم نكلمه عشان ديفيد بقلق فترة طويلة جدا نفسي اعرف اخباره ايه وهو مش كده مش بيكلمني مش عارف ماله زك يا ديفيد يا ديفيد انت وحشني اوي انت فين ابو الريف ايوه انا سمعك انت سمعني ايوه انا سمع ايوه انا سمع قللي اخبارك ايه ديفيد انت وحشني جدا وانت كان اوي يا ابو الريف انت فين بقالك فترة طويلة مختافة مش بس ما عنك حاجة هو عموان يا ابو الريف انا عجبني اوي موضوع الحلقة النهاردة وعايز اقول لكم اضمى ربنا معنا احنا نشكلي طب ممكن بس تشغل الكاميرا اللي عندك الاول ممكن تشغل الكاميرا اللي عندك او انت مش عندك كاميرا في الكمبيوتر شغل بس كاميرا لشان نعرف نتكلم مع بعض كده وكل هدي يمبسطوا واستفيدوا جدا من هذا الكلام شغل هالي من فضلك اشكرك اشكرك شيكو عنده اسئلة كتيرة نفسه يسألها لك شيكو ممكن يبعتها لك ايه ديفيد فتحتها او لا لسه يا ديفيد هدينا وفتحتها انت سفيني او لا دلوقتي لسه لسه عندي حاجة بتعمل كده ويو 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 هتفتح دلوقتي حالا 1 2 3 واحد اتنين ثلاثة هقول لها بقانهي لغة ثانية 1 2 3 مش عايز تفتح اعرف الفاتحة دلوقتي انبسط جدا حتى زرزور بيحاولوا يقول لها ممكن ممكن يا ديفيد طيب قول لي بقى انت بتقول لي مدام ربنا معانا نخاف ليه صح سمعني يا ديفيد هلو ايو بالظبط ايو انا معاك بس فيه ناس كتيرة انا سمعت كويس فيه ناس كتيرة ممكن تكون فعلا خايفة يا ديفيد بسبب الاحداث اللي ممكن بتكون بتحصل في البلد فانا عايزك انت تقول لهم كلمة معينة هم كمان عارفين ربنا معانا بس ممكن يكونوا خايفين شوية فانت تحب تقول لهم ايه النهاردة انا عايزة اقول لك مهما كان المنصب ايا كان رئيس او مين حتى لو اعلى واحد في البلد او حتى يعني لو اكبر واحد يعني في البلد او كده يعمل اي حاجة الا انه يمد ايده على على ولاد ربنا هو يقدر يعمل اي حاجة الا ولاد ربنا ما يقدرش يعمل لهم اي حاجة انت اصدق تقول فيه ايه بتقول انه من يمسكم يمس حدقة عيني مش ده اصدق ايه ده اصدق طب انا عايز اقول لك حاجة يا ديفيد وانا عارف ان انا السؤال ده لما اسأله لك انت هتفهم قصدي كويس هو احنا مش عايزين الناس تخاف مننا اه فجأة اخيرا الصورة جت بس هي فعلا زي ما انت بتقول ما قطع شوية او ممكن تكون حلوة التيشرت دي انتوا ليه بتخوفونا يعني انتوا ليه بتقولولنا انه من يمسكم يمس حدقة عيني بس افرد حصل حاجة مثلا وحد تعب او حد اضايق او حد اتعرض لازم معين احنا هنعمل ايه هنصلي ولا هنتخانق ونزعل ونعمل مشاكل لا احنا هنعملش حاجة خالص لان ربنا ايه القبل كده في ايه الرب يطاطل عنكم وانتم تطمسون يعني انت عايق بس انا عايز اطلب منك طلب يا ديفيد ممكن دلوقتي تحب تحب يعني ان انت تصلي علشان خاطر البركة اللي بابا يسوع مديها لنا نديها لكل ناس اللي حوالينا احنا مش عايزين ناس تخاف مننا وتحس ان احنا الاله بتاعنا الاله بتاعنا بيحب الاله بتاعنا مش بيخوف حتى لو ربنا وعد ولاده انه من يمس يمسنا يمس حدقة عينه فانعايز اقول ان اي حد في الدنيا ما يخافش مننا بالعكس لازم يبقى عارف انه بابا يسوع بيحب كل الناس زي بعض وهو مش عاوز اي حد تأذي سواء كان قريب من بابا يسوع او بعيد من بابا يسوع بابا يسوع مش بيحب حد تأذي صح ولا غلط سمعني كويس سمعني كويس يا ديفيد انا سمع كان الصد بيقطع شوية انت الصورة قطع عندك خالص يعني زي بص زي الصورة عندك معمول لها فوز انا مش شايف حاجة زي ما انت بت صورتي متعلقة ممكن تنزل اه متعلقة اصدق واقفة في الهواء ممكن شوية زي ما انت بتقول ان الانترنت تكون بطيئة شوية يعني حتى انا كمان شايف صورتك مزغللة حبتين بس تحب تصليلنا يا ديفيد اه طبعا احب يلا احنا كلنا سمعينك ودوقتي الشاشة قطعت عندك لو عرفت ترجعها تاني وانت بتصلي بقى كويس لو معرفتش ممكن تصلي دلوقتي على طول اشكرك يا رب على كل حاجة بتجيالنا يا رب واشكرك يا رب على الرئيس اللي انت بتقولنا يا رب احنا يا رب بنقولك انت اللي تتخلنها يا رب بكل حاجة يا رب احنا يا رب اختارنا اما انت يا رب اللي تكون في صوتك واحدة موطين يا رب لان يا رب في الاخر كله اللي مصير يا رب انت مش هتجينا رئيس او حد يعرمنا للأجل يا رب جارك مصر يا رب في الوقت اللي جاي يا رب واحمينا يا رب امين 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 مرسيه قوي قوي يا ديفيد انك تطمنتنا عليك كده وعرفت ان انت بخير وكل حاجة عندك زي الفل ويريت تبعتلي ايميلات تاني زي الزمان عشان اتطمن عليك وعرف ان كل حاجة معاك ماشية زي الفل ومرسيه قوي قوي على الصلاة بتاعتك وعال ايمان اللي عندك مادام ربنا معانا نخاف ليه مرسيه قوي قوي يا دودو تعالوا معانا نشوف مين معانا تاني على سكايبي ونشوف طم 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 تعالوا نشوف مثلا سيلفيا سيفو تصل بنا واحد واربعين مرة هنشوف سيلفيا ونقول لها ازاك يا سيلفيا ايه يا ابو العلي ازايك عاملة ايه الحمد لله ايوه كده النور نور فجأة كان نور اخدر غريب جدا ازاك يا سيلفيا عامل اي يا ابو العلي انا كويس قوي انت عندك كم سنة يا سكر انا عندي اثناشر سنة قوليلي بقى في حاجة مخوفاكي ولا مبسوطة ومرتاحة وحكيلي لا افتح النور زي ما كان عشان فيه نور اخدر بييجي كده فجأة ايوه حلو قوي نور كده سبتيه زي ما هو لو قدرتي قوليلي بقى خايفة الانة مبسوطة في حاجة تحب تسليلها لا يا ابو العريف انا مبسوطة قوي 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 طب بتحكي كده بتحكي اكتر من كده كده ما ابتسامة انت كده فرحان عايزتي مبسوطة مبسوطة اوي مبسوطة جدا اتحكي اوي 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 ايوه كده قوليلي يا سيلفيا طب تحب تقولي ايه لكل الولاد اللي ممكن يكونوا خايفين زعلانين متضايقين ايه الحاجات اللي انت ممكن تحب تقولها لهم عشان خاطر ما يبقوش خايفين او زعلانين او كده احب اقولهم انهم ما يخافوش علشان يصع معاهم في اي وقت وفي اي حالة ارابي ارابي المايك ارابي ارابي المايك ارابي المايك اكتر من بؤك عشان في نور فيه صوت هوا عالي اوي 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 حواليك ارابي المايك اكتر ايو كده قولي ابو العريف الصوت كان بيقطع انا عارف هو النهاردة مش عارف انترنت ممكن تكون فيها حاجة مش مظبوطة شوية قولي بقى كنت بتقولي ايه كده سمعينك احسن انا بقول ان لو حد زعلان يسوع بيزعل معي ولو حد فرحان برضو يسوع بيفرح معي وانت شايفة ان بابا يسوع اكيد مدينا فرحة وسلام فلازم الفرحة والسلام دي تروح لكل ناس اللي حوالينا صح؟ او مرسي اوي 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 على الضحكة اللطيفة دي ومش هينفعها في المكالمة لما اتحكي تاني اتحكي كده ماريو ايه ده ماريو جمال اديني ماريو بسرعة فين النضارة يا ماريو؟ النضارة رحت فين؟ ايه ازاك يا فريف انت عامل ايه؟ ازاك يا ماريو وحشني اوي وانت كمان وحشني اوي فين النضارة بتاعتك؟ انا انا حابب اقول لك معجزة هي دي اللي حصلت معي ربنا خلاني على النضارة خالص ايه واحد تكون تكسرت ولا حاجة ايه اللي حصل؟ لا 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 مش ما تكسرتش ده ربنا عمل معجزة وروح تكشفت عند الدكتور قال لي ان النضارة دي انت مش عاوزها خلاص من النهاردة ايه ده حصل انت الكلام ده يا ماريو؟ يعني كده من اول انبارح كده يعني انت روحت عند الدكتور تكشف عادي نظر طبيعي جدا فالدكتور هو بيكشف لقى النظر بتاعك احسن من ما كنت لابس النضارة قبل كده؟ اه مبروك يا ماريو ده ايه الخبر الحلو ده انا نفسي كمان يحصل معي معجزة زي كده بس انا بصراحة بحب البس نظارة انا مش متضاق منها ولكن انت متضاق من نظارة بتاعتي ممكن اقلعها بس مش هشوف ماريو انا موسوت قوي 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 من اللي انت بتقوله وفرحان جدا ان بابا يسوع موجود معانا وبيعمل معجزات وبيعمل حاجات لطيفة زي ما انت بتقول كده حتى في الاوقات اللي ممكن تكون صعب على البلد انا نسيت اسألك السؤال بتاع حلقة النهاردة الان ولا خايف من حاجة ولا كل حاجة ماشية زي الفل وانا يعني انا مكنتش خايف انا بس يعني هزت قلبي كده لما لقيت يعني ان مرسي مسك بس انا بعد كده قلت خلاص يعني انا يعني اول كده يعني حبتكم شوية صغيرين لكن بعد كده عرفت ان دي ما شئت يسوع فخلاص ما بقتش خايف لان لو شفيق مسك او مرسي مسك هيبقى الاتنين ربنا هيعمل بيهم خير بس ربك خلا مرسي يمسك عشان يرجع الناس لي عشان يفوق الناس لي طب انا عايز ربنا لازم يقوم السنة كده بس السنة على ولاده كده عشان يرجعوا طب انا عايز اسألك سؤال احنا كنا بنقول حاجة يا ماريو في اول الحلقة ان القلوب بتاع الملوك او القلب بتاع الحاكم او القلب بتاع الرئيس كل القلوب دي في ايد ربنا زي كده النهر يقدر يجيبوا ينين او شمال انت موافق؟ اه انا حاسس ان ده نفس الكلام اللي انت بتقوله سواء جي اي رئيس من الاتنين اللي احنا كنا المفروض او ان احنا نزلنا ان انتخابهم اي حد من الاتنين انت شايف ان بابا يسوع برضو هيعمل الخير صح ولا غلط؟ صح انا مبسوط قوي قوي يا ماريو من الكلام اللي انت بتقوله ودايما بحس ان انت اكبر من سنك ايو اقول على فكرة انا انا واسلبي باتخالي بعتنا لك ايميل وبعتنا لك سورتنا دلوقتي ولا يمسك؟ اه من شوية كده صغيرين يبقى انا هشوفوا دلوقتي حالا ان الايميلات اللي بتيجي في وسط الحلقة بشوفها في وسط الحلقة انما في ايميلات كنت عاوز اقراها بتاعت الاسبوع اللي فات عندنا ايميلات كتيرة وصور كتيرة قوي 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 يا ماريو ايو 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 اي اشتركوا في القناة يا رب يا سوا مفضلك يا رب بلدنا محتجلك بالأيام دي يا رب يا سوا بلدنا يا رب يا سوا محتجلك قوي قوي يا رب يا سوا بحاجة شديدة إليك يا رب يا سوا مفضلك يا رب يا سوا أنت يا رب يا سوا اللي تتحكم يا رب في عقل الرئيس يا رب يا سوا أنت فعلا يا رب اللي خليه عرف اسمك يا رب يا سوا مفضلك يا رب خليه يا رب حتى لو هو كده يا رب ويا رب يا سوا مش عرفك لكن أنت يا رب وإن Tell God can help you مش عارفه عملت عدي قدامي مريو مرسي قوي على صلاتك ومرسي جدا جدا على كل الكلام اللي انت بتقوله. وانا عايز اقول لك يا ماري. ايوة ايوة اقول انا سمعك. انا كنت عاوز اسأل سؤال. اسأل سؤالين. تضدل. الفيل. يعني الفيل لو دخل معركة مع الاسد. الفيل والاسد? او لو مسلا مسلا يعني لو دخلوا معركة. ماشي. هو دي مش يحصل يعني انا بقول مسلا. ماشي. يعني الفيل هو اللي يفوز ولا النمر. لا هو انت بتقول لي ان الاسد والفيل دخلوا معركة مع بعض ولا انت اصدك الفيل والنمر? الفيل والاسد. انا عاوز اعرف دي بس. لا اصد انت بتسأل بتقول الفيل والاسد لو دخلوا معركة مع بعض. الفيل هيكسب ولا النمر? لا انت اصدك الفيل هيكسب ولا الاسد صح? اه. بصراحة انا متخيلتش يا ماريو مين ممكن لو حصلت المعركة دي يكسب. بس انا عايز اقول لك انه الفيل اقوى من الاسد انما الاسد بيتحرك اسرع من الفيل لان الفيل وزنه تقيل شوية. لكن انا بقضو بقول كده. فانا مش قادر يعني بصراحة مش عارف قوي ممكن مين فيهم اللي يكسب بس انا اعتقد الاتنين بيحبوا بعض وبيحترموا بعض. يعني الفيل عارف ان الاسد ملك الغابة. واكيد مش هيدايقه. والفيل عارف يعني الاسد عارف ان الفيل تختوف فمش هيقدر يهاجمه. ومثالي عمر ابدا ما شفت اسد بيهاجم فيل. بالعكس انا متالي ان هم اصحاب جدا وبيحبوا بعض قوي رغم اختلافهم اسد وفيل. مرسي يا ماريو على السؤال اللطيف ده. ممكن اقول ترنيمة? يلا بس سرعة جدا جدا عشان عندنا سكايبي كولز كتيرة يلا. مهما كان الموج هيعلى. قالو قالو يا ابو العرين. انا سامعك سامعك يا ماريو سامعك. ومرسي قوي قوي عالترنيم بتاعتك ومرسي عالصلاة بتاعتك. واشكرك جدا جدا على كل حاجة. سريك انا اتعاوز اتقول لك سؤال بس. يلا بسرعة جدا يلا. ايوا يا ابو العرين. اه سيف انا سامعك. قولي ايه السؤال اللذيذ ده. بس. ايه سؤالين. مين مخترع الكمبيوتر ومين مخترع الانترنت. شوفي الحاجات دي كلها بديصيل فيها قريبة قوي من بعض لانه ما كانش هينفع يكون في انترنت لو ما كانش فيه كمبيوتر. وزي ما كنا بنقول ان الاخترع الانترنت مش حد واحد لوحده لكن كذا حد فكر وكبره ونموا الاختراع ده. كمان الكمبيوتر ما كانش حد معين هو اللي بيسأل عليه او عاوز يعرف او هو اللي اخترعوا كلهم فروم اتو زد. لكن الكمبيوتر نفسه نمى وكبر ويعني حصل له حاجات كتيرة جدا من ساعة لما كان كبير اوي اوي اوي. لغاية دلوقتي ما كنا نقعد نحكي مع بعض ونعمل اتصالات سريعة جدا وفي الاسابيع الجاية هجاوب برضو على السؤال ده وعلى فكرة. ده اكبر سؤال تسأل في تاريخ برنامج ليش هي كولات كتيرة جدا مخوهم عظيم ويفكروا مين اللي اخترع على الكمبيوتر. مرسي اوي اوي يا سيلفيا على السؤال اللذيز ده بس هطلب منك انت كمان تحاولي تشوفي حل مع ماريو في المشكلة بتاعة الاسد والفيل. اوي. نعم. ممكن تتحكوا توليتين ديحكة جدا 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 بمطلع بريك. مرسي اوي اوي يا سيلفانا ويا سيلفيا مرسي اوي 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 على كل المكالمات اللطيفة واللذيزة اللي كانت على سكايبي دي. واشوفكوا يعني ياريت نتكلم مع بعض تاني الاسابيع الجاية تبقى حاجة لطيفة اوي اوي اوي. مرسي جدا جدا لسيلفيا ومرسي جدا جدا لماريو وعصلا المليانة قلبه. انا بشكر ماريو علشان خاطر هو بيطلب من كل قلبه كده ان حتى ايا كان رئيس بتاع مصر بابا يسوع موجود ويقدر ان هو يحافظ على الرئيس نفسه كمان ويحافظ على كل الشعب وبابا يسوع عمره ابدا ابدا ما بيسمح باي شر يكون موجود لكن هو بيبعت لنا دايما دايما كل الخير. مرسي جدا جدا يا ماريو مرسي لكل الولاد اللي عمين يكلمونا هنحاول ناخد سكايبي بعد البريك اللطيف ده ونشوف معانا مين لكن كمان عاوزين نحط صور لطيفة على الاختراع اللطيف في شاشة اللازيزة دي ونحكي سوا ونعمل حاجات فيه منتها اللطفة يا اما مير هنطلع بريك تاني ونرجع تاني مع بعض ليش هيك يا اما مير سلام مؤقت جدا. فن الاتيكات ووصفات طعام صحية وطيبة بتتعلموها من خلال برنامج فتافيت. فتافيت 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 كلها عيدي ويبقى بعيد. ممم شو طايبين هالأكلات؟ ترقبوا بالأوقات التالية على قناة سات سابين كيبز. سكتوا يلا بقى فتاح عونيكم. مغامرات إكهارد للفارل الصغير كتير مفيدة ومسلية لأن عالطول بتعلم أمور جديدة من خلال كل المغامرة. بدكم تتعلموا معه؟ ترقبوا معنا برنامج إكهارد على سات سابين كيبز بالأوقات التالية. موسيقى مع كوكي وقطقط رح نغني ونضحك ونسمع أحلى قصص من الكتاب المقدس بتقربنا أكتر من يسوع. هعوم من الفرح. يا محلة الطبيعة وجميل الطبيعة. ترقبوا معنا برنامج كوكي وقطقط على سات سابين كيبز بالأوقات التالية. ترقبوا عليك. بتحبوا تسمعوا وتحضروا أغاني وفيديو كليبز؟ بتحبوا تشاركوا بالطاقتين وتصوتوا للفيديو كليب يلي بيجبكن؟ أو حتى تغنوا مع بول من الستوديو؟ ماقلكن غير تشاركوني أنا ماريان ضمن برنامج جلن غني سوا بأحلى الأغاني التراميم والفيديو كليبز. بتشاركوا على سات سابين كيبز بالأوقات الموجودة قدامكم. يلا نصلي سوا. يلا نغني سوا. يلا بسرعة. تنافسوا مع بعض. وفكروا منيح. لنشوف مين رح يربح. ميني ماتش برنامج الألعاب والموني فساد. جلبت شدوه على قناة سات سابين كيبز بالأوقات التانية. أهلا بيكم يا صحابي في حلقة جديدة من برنامجنا حياتي في كتابي. أنت دوش كنت خالط ما تقولش أي حاجة خالص. أني يا أبو. أبدا. كذا هو. وأما أنت فمتى صنعت صدقة كلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك. أيوة يا صديقي. أي خدمة. تي هي الآية اللي ليها على قد الخوف. لا دي حقيقة. لأن الله أقوى من أي حد. بصيب سرعة أحس أني خايف. خايف؟ مكلمين بعضكم بعضاً بالمزامير وتسبيح وأغاني روحية. حياتي في كتابي. بتتبعوه على شاشة سات سابين كيبز بالأوقات التالية. حمد الله على السلامة. حمد الله على السلامة. حمد الله. أيوة رد كله. بقى رد أي حداً بقى حداً حداً. دايما يعمل حركات شيء منطلة. طفها يوعي. يعمل كده ويعمل كده. يعمل تاني كده. يعمل تاني كده. يعمل تاني. يعمل تاني. يعمل تاني. يعمل تاني. يعمل تاني. يعمل تاني. كفاءة. كفاءة. أرجوك. رجلي. حمد الله على السلامة يا أم أمير. من تاني بريك وآخر جزء معنا نهاردة في حلقة ليش هيك على الهواء. وزي ما قلنا نهاردة متكلم مع بعض عن الآية الشهيرة جداً. اللي كنلنا حافظينها مبارك شعبي مصر. يجب أن تعلموا قوي قوي. أن البركة اللي هتبارك بيها أرض مصر. لازم تكون بركة يسوع المحطوطة جوانا. لأن بابا يسوع سيبارك أرض مصر بولاده. وزي ما شوفنا الكركاتير اللذيذ جداً. اللي رسمه عم مونير النهاردة. أن بابا يسوع باصص على مصر. وبيقول استمروا في الصلاة. ومحدش أبداً 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 يخاف. مدام كل الولاد الأممير اللي معانا على التليفون وعلى سكايبي. لدينا إيميلات وشيئات كثيرة على الفيسبوك. وبيقولوا أد إيه أد إيه أد إيه أد إيه. بابا يسوع بجد بيحبنا وبيخاف علينا. وعمره أبداً أبداً. ما هو عاوز إزينا أو يتعبنا أو يدينا. لكن بالعكس عاوزنا إحنا كمان نقدر نحرك معه الأحداث. ونصلي ونطلب بركة للرئيس الجديد. ونطلب بركة بجد لأرض مصر هنا في بلدنا. لكي يشوف إيد بابا يسوع وبلدنا بتتغير. تعالوا بينا يا أمامير نرجع سوا لهذا المكان اللطيف. ونشوف مع بعض معنا تليفونين. شيكو بيقول لي بقى لهم من بعد الفاصل. إحنا أسفين قوي 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 لو بتتأخروا على التليفون. تعالوا بينا نشوف مين معنا على الهواء. ونقول ألو. 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 أيوة مين معي على الهواء. أنا نتالي. إزايك يا نتالي؟ عايش. عندك كم سنة؟ أشو ثانية. وبتتكلمي من ينجي نتالي؟ أشو ثانية. فقال لي يا نتالي أنت مبسوطة؟ ولا زعلانة؟ أشعر بأيه في الأحداث التي تحصلت في مصر؟ أه. يعني. ما فيه حاجة تخوف أبدا. ما فيه حاجة تخوف أبدا أبدا؟ لا. ما فيه يسوع معنا. ما فيه يسوع معنا في كل حدة. يعني. هو عمره ما يسيبك أبدا يا نتالي؟ لا. خالص خالص. لا. أنا حسيني أبدا. طب ليه فيه أولاد كتيرة قوي بعتولي الأسبوع اللي فات لهم خايفين ومتدايقين. وفيه أولاد منهم ممكن يكونوا بيعاياته. ولا دي كانت حاجة وعدت كده؟ هو أنا في الأول كنت خايفة. كنت صليت منه. حسيني. مصعب يقول مني. إن. ليه دي ما خايف. أنا الأول كنت خايفة شوية. لكن دلوقتي خلاص. بعد ما صليتي على طول حسيني أنه. بابا يسوع سمع صلاة بتاعتك ولا تأخر شوية؟ لا. أنا حسيت بالأمان لما أنا في قليل. حسنتي بالأمان لكي أنت في قليل؟ لا. أنت بتقولي حسنتي بالأمان لكي أنت في قيد بابا يسوع؟ طب نتالية تحب تقولي إيه للأولاد اللي ممكن يكونوا خايفين أو قلقانين دلوقتي. تحب تقول لهم إيه؟ هم يشعروا في قليل معنا في قليل. ويصلي وهيحسوا بالأمان. أول ما يصلي يحسوا بالأمان على طول؟ اه. نتالية أنا حسك أن أنت كمان حسة بالأمان قوي وحسة بالهدوء كده. وحس كده عندك بسلام كبير قوي قوي جواكي. نرسيه جدا على الكلام والسلام اللي طالع منك يا نتالية. طب ممكن يا ريت؟ ممكن طبعا يا ريت نسمعك وأنت بتسلي. يا رب أنا بشكرك لأنك تحفظ علينا. بشكرك لأن ما فيش حاجة بحسة حفظت. باطل منك أنك تدرك كدير نامر. وتبارك المصر. زي ما أنت قلت مبارك شعبي مصر. امين بسمنا كنت تحفظ على الوقت ووصلي تيتا لا أعصدش فيها امين 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 يا نتالي ما تتقلقيش قبداً قبداً على تيتا وطمنينا عليها دايماً ممكن مرسي يا نتالي ومرسي جداً على التليفون اللطيف بتاعك اخويا ماتيو عايز يكلمك اديني ماتيو 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 ازايك سمعني ماتيو ماتيو ايوة انا سمعك ازايك كيف سامك السامك طب سامعني دلوقتي احسن ماتيو سمعني دلوقتي نعم نعم سمعني دلوقتي؟ نعم قل لي انت عندك كم سنة؟ سنة في قول طيب قل لي يا ماثيو انت كمان زي نتالي مش خايف ابدا ابدا وحاسس ان بابا يسوع معاك على طول؟ نعم طب تحب ترنم تنيمة يا ماثيو؟ نعم تحب تقول ايه النهاردة؟ ترنم تقول ايه؟ احنا نسفي مع الله يا اخطانك الناس يا سوع اضبطها لنا كون بالروحة القدول بالروحة القدول بالروحة القدول بابا بده انت ضحك وانبخط وتبهر تؤمنا جالي حقوبة بابا حافظها وطرد يابس تباني ايمان تباني ايمان مرسي قوي 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 يا ماثيو وانت بتكلمنا كده على الحاجات بتاعت روح القدس ثمار روح القدس الممكن تكون موجودة لما بابا يسوع بيجي عندنا كده طول انا ووداعة ولطف وفرح وسلام بابا يسوع بيدينا حاجات كتيرة اوي 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 حلوة جوانا اول ما بيجي يسكن في قلبنا مرسي اوي اوي على تليفونك يا ماثيو ومرسي على التانيمة اللطيفة دي وسلم اوي اوي على ناتالي اتفاقنا ماتي ناتالي؟ يلا احنا سمعينك يا ريت صال يا ماثيو يابا ياسورك يا ربي تقعزك بيجي يسوع امين امين يا ماثيو ما تقلعش ابدا يا ماتيو الرئيس كله كده في ايد بابا يسوع وهو دايما دايما بيخلي باله على الرئيس وعلى البلد وعلى أولاده واقع تخاف ابدا ما فيش حاجة بتحصل كده من غير ما بابا يسوع يبقى عوزها تحصل تفقنا يا سكر؟ باي باي يا حبيبي باي باي يا ماتيو باي 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 مرسيه جدا جدا يا ماتيو ومرسيه ليكو انا مبسوط قوي 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 بديكو ان كلكم كده في صوت مزغول من كل قلبكو بتحكو بحرية شديدة جدا ودي بتبقى حاجة حلوة قوي قوي ان كل الناس الكبار يسمعوكو وانتو بتصلوا من كل قلبكو دي بتبقى حاجة مهمة بتفرق معهم هم كمان تعال ناخد معنا تليفون اخير ونشوف مين معنا على الهوا مارك على الهوا زك يا مارك ايوا مساء الفل زك يا مارك انا زي الفل انت عامل اي بطل كوي عندك كام سنة يا مارك كوي عندك كام سنة عندي سبع سنين سبع سنين اه وقدر تشيلهم لوحدك كده ولا تقال عليك شوية ايه؟ قدر تشيلهم ولا تقال عليك شوية سبع دول ايوا انا بأصدر معاك قل لي بقى انت خايف يا مارك ولا قلان ولا مبسوط وفرحان وبتدحك لا انا انا ربطي خايف من العنكبوت عنكبوت؟ فين العنكبوت ده؟ اه؟ فين العنكبوت ده؟ عشان العنكبوت ده قبوت اللي بيعدني لا هو العنكبوت اصل العنكبوت اللي بيعد ده لازم يبقى كبير قوي قوي يامارك هو انت شفت عنكبوت كبير قبل كده؟ هو عبدك العنكبوت انا سمعك هو عدك العنكبوت قبل كدا اول مرة بتألمك لا انا بقولك العنكبوت انت بتقولي العنكبوت بيعطك فانت بتخاف منه هو انت العنكبوت عدك قبل كدا اا قللي السؤال للنهاردة ايه دا عدك النهاردة العنكبوت اا قلني صاعدي وكما طب 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 وعملت ايه؟ حطيت مثلا حاجة دواء او مرهم او حاجة؟ ولا سبت العضة كده؟ ولا عملت ايه؟ العضاني بيطلع خمي بيطلع خمي بيطلع خمي بيطلع خمي بيطلع عضل مطلع ما عوضنيش قبل خبه لكن ما عوض دكره لا ما تخافش من العنكبوت خالص وبعدين لو انت شفت عنكبوت او كده قول بابا او ماما وهما ممكن يستعملوا مبيت حشري معين علشان العنكبوت ده يمشي يعني هو مش لازم ابدا تسيبه لغاية ما يقرب منك ويعدك او كده وممكن تقول لي بابا وماما عليه وما تخافش ابدا يا مارك قول لي بقى انت عامل ايد لوقتي مبسوط ولا زعلان وفرحان عموما في البلد في مصر ولا كل حاجة كويسة يا ابن عزيز ايوة جاوبنا السؤال بتاع مين اختارت فلتاة مين اللي اختارع ايه؟ اه مين اللي اختارع ايه؟ قول ما سمعتش مين اختارت فلتاة اه انت سامع كويس يا شيكو لا مين اللي اختارع ايه؟ قول تاني بس واحدة واحدة مين اللي اختارع ايه يا مارك؟ مين اللي اختارع الفرسان؟ الفرسان اللي هما بيبقوا عاديين على الحصانة كده وبيجرو طب حطلب منك طلب علشان خاطر انا مش سامع كويس يا مارك ممكن تبعتك السؤال بتاعك على الفيسبوك او على الايميل بتاع البرنامج علشان اعرف اقراءة كويس لان الصوت مش واضح اوي ممكن؟ ممكن يا مارك؟ مرسيه اوي اوي يا حبيبي مرسيه اوي اوي يا مارك وشوريا ان واضح ان انا مش سامع كويس اوي اوي مارك وعاوزوا يحكي لي بالزبط لو هو قد لسا سامعنا هدلوقتي على البرنامج يبعت لي بالزبط ايه قصة العنكبوت دي وانا مش عايز اي حد فيكو يخاف من الحشرات ويترعب كده بالعكس لكن دايما لو فيه حشرات بتدهيكو او كده قولوا لبابا وماما علشان خاطر هم يقدروا ييجوا يشوفوا ازاي ممكن يستعملوا مبيد او حاجة زي كده علشان الحشرات دي متجيش جنبوكو يا اما مير نرجع سوا مع بعض على سكايبي وعندنا ترنيم ناجي كلمتنا 185 مرة فاحنا لازم نشوف ترنيم ونقول لها ازايك يا ترنيم 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 واضح ان ترنيم افلت اه لا ترنيم جاء تاني هو فيه حاجات بتحصل غريبة جدا يا ترنيم اه ممكن نشوف ديوقتي يا ترنيم هو السكايبي بتاع تمين بيروح ويجي بسرعة جدا جدا تعالوا ونشوف مين معنا تعالوا ونشوف رانيا من مصر على سكايبي هالوو قد جيكي هالو كيكي ماتيو تعالوا ماتيو تعالوا يا ماتيو ازايك اي اك leuke ازايك انت انا كويس انت عامل ايه قل لي انت عندك كاميرا في الكمبيوتر ولا لا انت عندك كاميرا في الكمبيوتر ولا لا اه عندك طب افتح الكاميرا عشان يشوفك يا ماثيو افتحها دلوقتي ايوة بتفتح ايوة انا شوفتك ازاك يا ماثيو انا كويس قوي اي تشيرت اللطيفة دي شكلها جميل جدا بص يا ماثيو وطي التلفزيون خالص خالص وسمعني باسم الكمبيوتر ممكن امسك ريموت كنترول كده وطي التلفزيون خالص خالص وسمعني باسم الكمبيوتر ممكن مات انت عندك كام سنة الاول فور اربع سنين لا فور يعني اربعة صح ايوة طيب قل لي بقى انت بتتكلم منين من مصر طيب قل لي انت شكلك مبسوط كده وفرحان في اي حاجة قلقاك من خوفك ولا كل حاجة زي الفل وبتتحك ولذيذة كل حاجة زي الفل كل حاجة زي الفل كل حاجة زي الفل زي الفل اه او ياسوهم معين ومعهم كلهم ولا معك انت لوحدك بس لا معهم كلهم 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 او ومش هيسيبهم ابدا ابدا لا مرسيه اوي 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 على المكلمة اللطيفة دي يا سكر انا سمع صوت اخ صغير هو انت عندك اخ صغيات او اسمه ايه كيكو كيكو سلم على كيكو اوي اوي وقل له بابا يسوع بيحبك كيفن كيفن طب ممكن تسلم على كيفن وتقول له بابا يسوع بيحبك اوي 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 او قل له دلوقتي بابا يسوع بيحبك اوي 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 يا كيفن قل له قل له دلوقتي بابا يسوع بيحبك اوي 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 يا كيفن يا ماثيو لا قل لكيفن دلوقتي بابا ياسوع بيحبك يا كيفن لو حتى مش قادر تقوله دلوقتي ممكن تقوله بعد ما نقفل المكالمة بس أنا لازم تقوله كده لازم تخلي الحب بتاع بابا ياسوع لجواك يروح لكل الناس اتفقنا يا سكر مرسي قوي قوي على تليفونك العسل ده وسلم على كيفن ومستني لما كيفن يكبر كمان نقعد مع بعض كده ونتكلم مع بعض على سكايبي باي باي يا سكر باي باي يا ماثيو باي باي سوري الصورة بتاعت ماثيو كانت عاملة فريز أو وقفة كده مش بتتحرق خالص وكان نفسي تعام ناخد معانا تليفون كمان من كلارا نشوف مين معانا على السكايبي يا كلارا كلارا ازيك يا كلارا الحمد لله عندك كم سنة يا سكر عندي اربع سنين وستة و كم يوم و كم يوم ولا انت عارفة اربع سنين وستة شور بس لأ انا عندي عندي اربع سنين وستة شور بس طب قوليلي يا كلارا هو انت عندك كاميرا في كومبيوتر ولا لا أه بابا، أنا كمهش، ما عليش المرة الجي ما فيش مشكلة يا كلارة بس قولي لي يا كلارة أنا حاس أني أنت مبسوطة كدا ومش متضايقة أبدا وسوتك مليام فرحة كدا وسلام صح؟ أم غلطان؟ صح بس عشان هروح ما دارس الأحد انتي روحتي أخر مرة امت يا كلارة؟ روحت مبالح، ونهاردة الساعة ستة هروح ايه دا؟ يعني بعد شوية؟ اول ما ليش هيكي اخلص هتروحي صح? لأ. قمال هتروحي امتى? دلوقتي ساعة الرابط على ستة برضو. انا كنت بكلمك وفي الساعة دلوقتي بقت عندنا ستة. اه يعني انت هتروحي دلوقتي على طول مدرس للاحد? اه بس بابا لسه بيستحمها. طب قوليلي طب قوليلي طب طب انا كان نفسي بس بابا يبقى معانا يركب لنا الكاميرا تبقى حاجة لطيفة قوي قوليلي يا كلارة انت نفسك تقولي ايه لي الولاد اللي ممكن يكونوا خايفين النهاردة وقلقانين. لو انت مش قلقانة كده ومبسوطة وبتحكي على طول. نفسي قولهم ان هما ما يخافوش. بس كده? اه. طب لو هما خايفين يا كلارة نعمل ايه عشان ما يخافوش? نقول لهم ما تخافوش. وهما هيسمعوا كلام ومش هيخافوا يعني? ما عرفش? ايوما احنا لازم نشوف حل تفتكري هما يعني لو احنا قولا لهم ما تخافوش وهما لسه خايفين. نقول لهم يعملوا ايه? يا ابني. يا ابني? نعم. قالوا يا كلارة. اخويا قادي سارك وانا مستمع حاجة. لا بس انا سمع هو اسم ويه اخوك يا كلارة? قسقس. قسقس يعني اسمه الحقيقي ايه? يوسف. اه يوسف بتقول له قسقس اصلا نعرف يوسف بندلعه نقول له يا جو. اه. طب وهو قسقس احسن ولا جو? لا. قبص لي هو غالبا متضايق من جو يعني دايما هنقول له قسقس بس ما تزعليش من قسقس لو هو جاي جنبك كده. اكيد هو كمان عاوز يكلم ليش هيك. وعنده كم سنة? قسقس. عنده كم سنة قسقس? ولا لسه صغير قوي? سنة واحدة. سنة واحدة. سنة واحدة? اه. طب قولي له هو كمان ما يخافش يا كلارة. نعرف ما هو لسه صغير. بس لما يكبر شوية علمي زي ما انت بتقولي كده ازاي دايما دايما يبقى مع بابا يسوع وما يخافش ابدا ابدا. اتفقنا? اه. تبتكري يا كلارة الولاد الصغيرين ممكن يصلوا لما يحسوا ان هما خايفين ولا ما يصلوش وخلاص وكل حاجة تبقى كويسة من غير صلاة ولا يعملوا ايه? اه? الولاد الصغيرين لو هما ممكن يكونوا خايفين يصلوا علشان الخوف يروح ولا كده كده الخوف هيروح لوحده ومش مهم نصلي ولا نعمل ايه بالضبط? نصلي. نصلي? اه. طب لما نيجي نصلي نقول ايه يا كلارة? عشان خوف يروح. يا رب خلينا ما نخافش وخليك معنا. امين. امين امين يا كلارة. برسيه قوي قوي على التليفون الصغانطوت ده وسلمي على اسقس قوي 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 ممكن? انا بحب. وانا كمان بحبك قوي 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 يا كلارة ويلا بقى عشان ما تأخريش عن مدارس الاحد وسلمي على كل اصحابك اللي هناك ماشي? باي باي يا سكر. باي باي. باي باي عسل. لزيز جدا اسم اسقس ده. حاجة فيه متقلطفها. تعالوا بينا نرجع سوق بقى والفيسبوك ونقرأ كومنتز كتيرة لانه احنا بقلنا كتير جدا مقالناش كومنتز مهمة على الفيسبوك. وانا عايز اقول لكم انه فيه ولات كتيرة جدا 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 بعتلينا على الفيسبوك. تعالوا بينا سوا نشوف ااااا ايوة وناشosaurus سوا ونقرأ ونشوف مين بعتلينا ايهايا ابو العريف انا كريستين عاوني وانا بحبك قوي وانا من اسيوت وعندي اتناشر سنة وعندي وعندي سؤال نفسي أعرف ميل اختراع الكمبيوتر نفسي اكسب تيشرت من ليش هيك نفسي جدا جدا يا كريستين على السؤال ده و aitى عريض جدا جدا لازم ان احنا نجوابك على السؤال اللذيذدة. ونعرف كلنا ميال اختراع الكمبيوتر لان فيه و夕 November كثيرة جدا بتسأل نفس السؤال هي ابن عرف انا بحب اخلص ميلا اختراع التكيف من مدونة ميل انا كمان يا مادونا عايز اقولك انه مهم جدا كلنا برضو نعرف ميل اختار على التكيف لان احنا كمان دلوقتي جول الستوديو جو حر شوية رامي اميل بيقول هاي يا بلو عريف انا رامي اميل ومين سوهاج وعندي تسع سنين وبحبها خالص 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 فيه الف كتير قوي قوي فيها وانا قبل كده بعدتلك ايميل وانت مردت شوية رب نصالي علشان ربنا يحفظ مصر امين امين يا رامي هاي يا بلو عريف انا مرنة من قصوته بحب اية مبارك شعبي مصر كتير وكمان بحب ترنيمة مبارك شعبي مصر واحنا كمان كلنا بنحبها هاي يا بلو عريف انا مامة ماريا هاني هاي بتحبك قوي قوي وكمان ابن عماها ديفيد بيحبك جدا واللي هي طلب عندك هو انه هو بيرسم رسم جبار لو شفته مش هتصدق رسوماته ونفسي يطلع يطلع يسجل معاك وافقول ابتدائي اسمه ديفيد جوش زاكي وهو متخصص في رسم كل ما هو متعلق بالكارتون والافلام الكارتونية وبيرسم رسم جبار ويريت ترد علي يا ريت طبعا احنا نفسينا جدا جدا يطلع مامة ماريا هاني ومامة كمان ديفيد ان انتي تبعت لنا الرسومات الحلوة قوي قوي بتاعته على الايميل بتاع البرنامج اللي هو ليش هيكتيفياتستا 7.com ونحطوا على المنشر انا عارف يا ولاد احنا ما بيبقاش عندنا وقت حتى بعد ما بقى البرنامج وقت وزعتين ان احنا نحط كمان صور على المنشر كمان عايز اقوم اقول صور الجميلة بتاعتكم بعد شوية. فياريت ياريت بجد تبعتلنا يا مامة ماريا ومامة دايفيد الصور بتاعته على الايميل بتاع البرنامج تاني ليش هيك تيفي اتسات سيفن دوت كوم علشان نعرف نتفرج كده عليه وتبقى حاجة فيه منتهى الجمال لغاية ما نقدر نرتب مع بعض معاد ونقدر نجيب امامير معانا هنا بالستوديو مبسوط جدا ان حتى في كل الوقت الناس كتيرة فيه كبار مرتبكة عندكم وهي بحلوة ترنيم وشعر وكمان راس عبقري وجبار زي مام دايفيد بتقول هيا بلو عريف انا مامة مارينا هاني من الكويت انا واخويا مينة بنحبك اوي وانا جما بحبوكه جدا جدا واثقة ان بابا يسوع بيحبنا وبيعمل كل حاجة حلوة لولاده طبعا طبعا هيا بلو عريف انا ميستريزا من سهاج ميست الاولاد في كي جي وفي خدمة مدارس الاحد بحب اتفرج عليك وتعلم من اسلوبك الشيق صلي من اجل اولادك علشان توصلهم كلمة ربنا وصلي من اجلي علشان ربنا يشتغل معي في الخدمة وفي حياتي مرسي جدا ج يميستريزا وانا عايز اقولك ان سهاج اول تليفون جال النهاردة كان من سهاج كان من لوسيا على ما اذكر تقريبا فانا عايز اقولك انه في ولاد كتيرة جدا 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 من سهاج قلبهم مع بابا يسوع اوي فانا مش عايزكم ابدا تقلقوا بالعكس هما الولاد دلوقتي كل واحد فيهم ممكن يخلي مكان كامل قرية كاملة تعرف بابا يسوع بسبب الايمان المهم لجواه مهرائيل بتقول انا عندي سبع سنين والقاية جميلة اوي اوي مبارك شعبي مصر ربنا وعدنا ان شعبي مصر مصر متبارك دايما ومبروك لشيكو عالجواز مبروك يا شيكو وربنا يبارك وكل سفري العمل وكل سات سيفن كيدز وبنصلي علشان مصر وعشان كمان ربنا يختار لينا باتريارك اللي هو بابا كديد وانا بحبكم اوي 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 سي جدا مهرائيل وما تلاقيش كل حاجة في ايد بابا يسوع وما دام كل حاجة في ايد بابا يسوع مفيش حاجة ابدا ابدا ممكن نقلق منها مارفين هاني جورج بتقول هاي ابلا عريف انا متشكرة جدا على رسالتك لي قد ايه فرحتني جدا لما عيدت علي طبعا احنا عارفين ان مصر في ايد ربنا اللي بيحبنا واكيد اي حاجة هتحصل ربنا هو اللي مرتبها نفسي اعرف ازاي اكون معاك في الستوديو عايز اقول لي مارفين ولكل الولاد اولا مرسي جدا يا مارفين على الرسالة بتاعتك اي حد يحب يكون معنا موجود في الستوديو بس على الايميل بتاع ليش هيك اللي هو ليش هيك تي في اتسات سيفن دوت كوم يبعت صورة لي ويبعت التليفونات بتاعت بابا وماما ويقول لنا ايه انسى بيوم جمعة ممكن يناسب ان هو وييجي فيه علشان نرتب مع بعض مرسي جدا جدا يا مارفين على المسج اللطيفة دي هاي ابو العريف انا ازايك انا اسني مينة وعندي ست سنين وانا بحبك اوي 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 انا كمان وعايز اسلم على زرزور وانا بحب سات سابن كيدز كتير وكمان زرزور على الفكرة بيسلم عليك جدا جدا يا مينة يا سكر شفت هو بيسمع قصة الكمبيوتر جانب ودنه زي ما انت شايف هو بيولقت كل الحاجات بشكل سريع جدا جدا من مارمر بيرو بتقول هاي ابو العريف انا بحب جدا البنامك بتاع قوي وبعد كده عندنا هاي ابو العريف الاية جميلة انا واخويا بنصلي لمصر من قبل الانتخابات وانا اسمي جوانا وعندي تسعة سنين واخويا مايكل وهو عنده خمس سنين وعنده سؤال مين اللي اخترع العربية يعني يا الاتنين هنجاوب على كل اسئلة بتاعتكو دي نفس كده نعمل حلقة الاسابيع الجاية نعمل كده حلقة كاملة نعرف نخصصها بس للاسئلة غالبا وقت البرنامج ممكن يكون ضيق شوية نهاردة كمان كان نفسي نجاوب على اربع اسئلة بس الوقت ضيق شوية باتي بتقول هاي ابو العريف انا بحبك جدا جدا ويا رب رئيسنا الجديد يبقى قد المسئولية ويقدر يغير مصر الرب معي فمن اخاف مرسي قوي 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 علم المسي بتاعتك يا باتي وعايز اقول حاجة مهمة قوي الرئيس بتاعنا هيقدر ان هو يعمل المهمات بتاعته ان هو يدير البلد ويحكمها لكن التغيير بتاع مصر او تغيير بتاع اي حتة في العالم مهم ان احنا متغير ان احنا نعرف الحاجات اللي احنا نعملها فنخلي بلدنا احسن ونبطل نعمل الحاجات اللي ممكن تخلي بلدنا مش احسن وانا مبسوط جدا وفي نفس وقت متفاجئ ان فيه ولاد كتيرة قوي 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 بيتكلموا في السياسة وكمان مبسوط ان فيه ولاد كتيرة جدا هما بيتكلموا في السياسة شايفين ان بكرة حلو ومش خايفين ابدا ابدا من اي حاجة وكمان بيصلوا للرئيس الجديد فانا مبسوط جدا جدا من كل قلبي كده ونفسي كل الولاد في كل العالم العربي هما كمان يبعتولنا ويقولولنا ايه الحاجات اللي هما نفسهم ان احنا نصلي علشانهم لأن البرنامج بيبقى من مصر ففيه ولاد كتيرة قوي قوي من مصر هما اللي بيكلمونا في البرنامج لكن أنا بشجع كل الولاد اللي في أي حتة في العالم زي الأسبوع اللي فات كده لما خدنا السكايبي الجميل بتاع ندين وقعدنا نتكلم مع بعض كتير وعلى فكرة ندين موجود على السكايبي دلوقتي بس لأن وقت البرنامج بيجري فأنا مش عارف أتكلم مع ندين كويس إنما عايز أتكلم معاها بعد الحلقة علشان خاطر نعرف إزاي نقدر نرتب مع بعض معاها كده وهي تيجي مصر ونعرف إن إحنا نستضيفها وتبقى قاعدة في منتهى اللطافة والجمال هحاول إن أنا أتصل بيكي في خلال الوقت اللي جاي يا ندين عشان نعرف نتكلم مع بعض بجد ونشوف إزاي نقدر نتدبر إن أنت تيجي معنا في البرنامج مارما بيلو بتقول برضو أنا من السعيد وأخت اسمها مارسيل وكمان بتحبك جدا سلمينا على مارسيل قوي 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 ابتسام كرم بتقول أنا بحبك قوي يا قبل عريف وبحب البرنامج والآية بتاعت النهاردة جميلة قوي وربنا يبارك كل شعب مصر ويحميهم من كل شر ونفسي تقول لي بيرلي رامي وأنطون روماني بطريقتك الجميلة تعالي وقت نقول هابي بيرت داي ونطلح سوا مع بعض على طول قبل الحلقة تخلص ناخد الصور اللطيفة تعالوا نشوف الأول أيها لازم نقول لي بيرلي وأنطون هابي بيرت داي one two three هابي بيرت داي تو يو بيرلي وأنطون هابي بيرت داي تو يو بيرلي وأنطون هابي بيرت داي هابي بيرت داي هابي بيرت داي تو يو بيرلي وأنطون يلا ما عندناش وقت فيه يا مخصيحنا العظيم تعالوا سوا عارف ان في عندنا كمية تعليقات كتيرة جداً على الفيسبوك بليز ما حدش يزعل ابدا نفسي نحن نحاول نقرها كلها بس وقتها البناك بيجري والأسبوع اللي فات كمان ما قدرتش ابدا ابدا ان احنا ناخد السور بتاعت كل انتو بعض تهالنا عشان ما حدش بالأمامير يزعل ابدا ابدا شاشة لطيفة ونشوف مين معنا على اول صورة واول صورة على فكرة لطيفة جدا 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 والصورة دي هنحاول ان هي تيجي بس زيون زيون ارجوك احنا على الهوا مش عارف ايه الصورة عاملة حاجات غريبة جدا عندك الصورة هيشيكو ممكن تطلعها عندك لان انا مش عارف ايه اللي حصل فجأة استنى كده احاول برضو ممكن نكون بنعمل بيو رفليش لزيز ممكن يكون ايوه ايوه وبس عشان نايمة بقالها من اول حلقة فبتحصت الحاجات كتيرة من مانيول ايزيك ومانيول بتقول هلو يا ابو العريف انا عملت اتاتش للصورة بتاعت مانيول عشان لو تكررها على الصورة بتاعت مانيولا واللزازة والسكر ونفس دايما دايما كلنا نتعلم من الواد الصغارين ازاي نتحك كده ونبقى ممسوتين اوي 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 تعالوا نشوف الصورة اللي بعدها من عند مين بيوه الصورة اللي بعدها بتقول مساء الخير يا استاذ ابو العريف انا مامة ايريني هاني رفعت ويوسف هاني رفعت وزاي ما انتم شايفين صورة ايريني ويوسف الاثنين مع بعض موجدين في التلفزيون شكلهم لذيذ جدا جدا واضح ان هما كده ايه في كده ادب كده وفي كده يعني هدوء كده وحاجة في منتهى اللزازة وبتقول الخلفية بتاعتهم الصورة يعني بتاعت بابا يسوع وهو بيدق الباب وعايز اقول لك انه يوسف عند ميلاده يوم 14 ستة فلو سمحت تقول له happy birthday to you happy birthday to you يا يوسف يا سكر وكمان ابن خاله توماس شريف يوسف عند ميلاده بعد يومين وهيكمل سنتين برضو وهبعدتك لها رسم ايريني وهي عندها ثلاث سنين وهي دلوقتي عندها اربعة سنين تعال نشوف سوا الرسم بتاع ايريني قد ايه جميل جدا 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 ايريني بعتلنا رسمة فيه منتهى الا طافة ولا زازة وهي رسمة حاجة لزيزة قوي 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 رسمة اتنين ستات لزاز وفيه غالبا اتنين ولادهم اوحايا جنبها وانا من كتر ما انا حبيت الصورة دي طبعتها كده عشان نعلقها على المنشر ما احنا مش بنعلق بس صور للولاد صغرين لكن كمان بنعلق الصورة لطيفة جدا الصورة بتاعت ايريني واكتر حاجة عجبالي في الصورة دي على فكرة انه ايريني مستخدمة فيها حاجة بسيطة قوي بس القلم الرصاص يعني هي مش عاملة حاجة كبيرة قوي فيها ومش حتى الوان كتيرة بس انا كمان بحب الرسومات البسيطة اللي دمها خفيف والمبسوط قوي 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 ان احنا عندنا مواهب زي ما قولنا النهاردة في الترنيم وفي الشعر وكمان في الرسم وحاجات كلها دمها خفيف قوي 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 وضطيفة جدا جدا مرسي قوي قوي يا ايريني وسلامي على اخوكي جوء الصغير العصر نروح بعد كده مع بعض ليه الصورة اللي بعد كده بيو ونشوف الصورة اللي بعد كده جاية بيو تتعرف نارضا البيو غريبة شوية اه الصورة دي بتقول من مايكل ومارينا رامي وبتقول اذاك يا ابو العريف انا مايكل رامي وعندي ست سنين وعندي اختي اسمها مارينا وعندها سنة واحدة وانا بحبك قوي ونفسي قبلك في البدامج واقعد معاك وعايزك تصللنا كلنا بسي جدا جدا يا مايكل على المسج بتاعتك دي وانا كمان نفسي ان انتوا تصلوا لمصر كلها زي ما احنا بنقول نهاردة علشان بجد مبارك شعبي مصر تبقى لكل البلد مش لناس معينة وناس لا وعايزين كل مصر زي ما بقول كتاب مقدس فعلا تعرف بابا كسوى تعالوا بعد كده نروح سوا ليه المسج اللي بعدها والصورة اللطيفة ونشوف صورة روز فارس ها 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 هيا يا ابو العريف انا زعلانة منا خالص انت قلتلي انك حتقول لي happy birthday دي في البرنامج ومش بتقول لي وكمان بعتلك صورة وانت معرضتهاش وانا هبعتها تاني علشان تعرضها وانا كنت عايزة اسألك سؤال هو ازاي ربنا خلقنا على فكرة السؤال ده جنة كمان النهاردة انا بحبك وبحب البرنامج كتير ونفسي تصلي كتير لتيتا ناديا علشان تعبانا قوي 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 وهتعمل عملية سلامتها الف سلامة يا روز وانا نفسي اعرف ايه لا يحصل مع تيتا وhappy birthday to you واعتزعي ابدا 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 اي حد فيك يا ولاد بعتلينا صورة كومنت او حاجة ا او سؤال لازم يجي دوره في ليش هيك ودايما دايما هنجاوب كل الحاجات وتكسبوا تي شيرتر تمبسطوا جدا 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 لكن متزعلوش مننا لو اتاخرنا شوية غصبا عندنا عشان عندنا ولاد كتيرة اه مامير بيتفرجوا على ليش هيك عندنا بعد كده صورة مهمة جدا جدا ليه بيو دانيال شريف هتيجي حالا بيو حالا حالا بيو مش عارف مهاردة ليه بيو ما بيجيش سمش كلا هي ما يفعش بيو من فوق شوفت بيو نعم ليه بيبو دلوقتي فيش بيو نعم ليه عن بوليس شف طيب ممكن شوفها من عندك يا بيبو مقيا يا شيكو من فضلك وان تو تري مين على الشاشة اللي هو سمحت اه بس بقى الصورة دي لطيفة جدا جدا من دانيال شريف واخته كمان وهي صورة لطيفة جدا 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 وانا مبسوط اوي اوي لانه هم بجد من كل الالبوم عندهم دحكة فيه منتهى اللطفة واللزازة والجمال ودي حاجة لطيفة جدا جدا اه انا عصرت على الايه واحد اتنين تلتة اربعة غالبا الزرار الرابع هو اللي ممكن كمان يقلب ويجيب الصورة لانه واضح ان انه ممكن يكون ماخد اجازة او حاجة صورة فيه منطقة لطافة واللزازة ويا سلام عليهم وهموا بيتنططوا في الماء كده احنا اساسا الظروف بتاعتنا يعني الجو كله حر في مطر في ريت كل الناس تحاول تشرب ماء كتير وتتنطط وتنبسط جدا جدا زي ما الولاد الصغارين كمان مبسوطين بس ايه جدا جدا يا امامير على كل الرسومات والصور الحلوة اللي انتو بعدتها انا عايز اقول لكم ان انا عندي صور كمان كتيرة قوي قوي بس الوقت بتاع البرنامج بدأ يديق جدا 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 وعايز ا اطلب منكم كلكو كده تعالوا نغمد عنينا وكل الولاد النهاردة اللي ما صلوش لبلدنا تعالوا كلنا بجد نغمد عنينا كده ونقول لبابا يسوع من قلبنا كده ان احنا عاوزين بابا يسوع بجد يحمي بلدنا ويحافظ عليها ويبارك مصر بنا تعالوا كلنا نغمد عنينا ونصلي بابا يسوع اشكرك قوي يا رب يسوع ان انت دايما تعلمنا ان انت اله حي وان احنا بنصلي لبابا يسوع وهو بيسمعنا مش بنصلي كده والصلاة ترجع علينا تاني وتترد لكن اشكرك بجد يا رب يسوع ان انت بتسمع صلواتنا يا رب اشكرك من كل قلبي علشان ولاد صغرين النهاردة وعلى حبهم لبلدهم وحبهم لكل الناس اللي حواليهم واشكرك يا رب يسوع ان انت جبت رئيس جديد يا رب يسوع منتخب من الشعب وانا عارف يا رب زي ما قلنا في اول الحلقة انه قلب الرئيس يا رب وقلب كل حكام العالم في ايدك يا رب يسوع زي النهر وزي جدول المية يا رب وانت تقدر توجهه يمين او شمال زي ما انت تشوف يا رب يسوع ساعدنا ان احنا نتقبل يا رب الحياة في بلدنا بشكل احسن من كده يا رب ساعدنا ان احنا نحب بعض يا رب اكتر ونقرب منك اكتر واكتر ساعدنا يا رب يسوع ان المحبة اللي جوانا دي ما تبقاش لنا احنا بس يا رب ساعدنا يا رب ان المحبة دي تطلع لكل الناس اللي حوالينا حتى لو كانوا مختلفين عننا ساعدنا يا رب يسوع من فضلك ان الحب ده يا رب ما يبقاش كده مقفول علينا بس لكن كل الناس اللي حوالينا تحس بيه يارب مش عايزين الخوف يحسسنا ان احنا احسن من ناس كتيرة وان ناس كتيرة تانية مش زينا واحنا بس اللي احنا اخد كل حاجة حلوة لكن خلينا يارب يسوع دايما 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 يارب بجد من كل قلبينا نصلي لكل الناس اللي حوالينا بمحب يا رب والمحبة اللي انت حطتها جوانا يارب تطلع بجد لكل الناس اللي حوالينا يارب تاني بقول مبارك شعبي مصر يعني انت حتبارك مصر بشعبك اللي عايش فيها بين يا رب بالامامير الصغيرين الوغدين رسالة المحبة اللي عندك وقلة الخوف العظيم اللي عندهم لانهما ملينين ايمان ودايما دايما يا رب يطلعوا الايمان ده بكل الناس اللي حواليهم اشكرك يا رب يسوع لانك بتسمع الصلاة يا رب دايما 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 بطلب فعلا يا رب انك دايما دايما يا رب تكون موجود معانا يا رب حتى لو احنا يا رب مش قادرين نحس او حاسين بالخوف قلوب شوية يا رب لكن ديما ديما يا رب أنت موجود حوالينا وجنبنا يا رب أنا بصلي من كل قلبي يا رب أن بجد المحبة جهو أنا تطلع لكل الحياة أشكرك يا رب على قلب كل الأطفال الل boa انتصلوا النهاردة في الحلقة يا رب وعلى قلب كل الو أولاد يا رب اللي كانوا على سكايف يا رب قد إيه أنت بتديهم محبة وبتديهم قوة وأبتديهم حاجات كتير يا رب نفسي بتطلع لكل الناس أشكرك يا رب من كل قلبي لأنك بتسمع وتستجيب مستي اوي اوي اوي